اشتركوا في القناة ذهبت لمشاهدة الفيلم مع اثنين من اصدقاء جيمس واندي وغني عن القول اننا شعرنا بسعادة غامرة بعد مشاهدة هذا الفيلم حيث ادم فهوم الانتقال الى منزل ومشاهدة احداث خارقة للطبيعة الى اندفاع الادرينالين في احدى الامسيات وذهبت الى منزل جيمس للنوم في غرفة جيمس وبدأ جيمس في التحدث عن بعض المقالات التي قرأها عبر الانترنت والتي زعمت ان المنازل المسكونة تفعل ذلك جود كان جالسا بالقرب من نافذة غرفة نومه وادخن عندما قال اندي انك ريس اعطاني عائقا مررت له السجائرة وقلت انني قرأت ايضا مثل هذه المقالات اتمنى ان نتمكن من زيارة منزل مسكون اندي زفير الدخان من النافذة واجاب من يقول انه لا يمكنك والبدء فيه الابتسام بعيون غامضة قال جيمس بصوت متفاجئ ماذا تعني اندي التفت الينا وقال ان هناك منزلا بالقرب من بحيرة كريستال على بعد نصف ساعة بالسيارة من بلدتنا يقول الناس ان هذا المنزل مسكون جيمس يخدش رأسه وقال يا انت اعني منزل ميلارد كنت جاهلا بهذا المكان تماما لذا قاطعت محادثتهم وقلت ما هو المنزل الذي قام فيه ميلارد جيمس على الفور من سريره وقام بتشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وتصفحه لبضع دقائق ثم قال نعم كنت على حق قرأت عن هذا المكان ان هذا المنزل لديه تاريخ مرعب للغاية منذ سنوات عاش رجل يضع ويليام ميلار هناك لديه ابنة جميلة لكن هذا الرجل كان صارما للغاية وبالكاد ترك ابنته تخرج من المنزل في يوم من الايام اكتشف ان الابنة كانت على علاقة غرامية مع ساع البريد السيد ميلار حصل على ذلك غاضبا من انه فقد حوسه ودفع ابنته الى اسفل الدرج كسرت ابنته ظهرها ولم تستطع ابدا المشي مثل انسان يقول البعض انها زحفت حول المنزل باكمله ليلا مثل كلب بعد اسبوع من هذا الحادث اتصل المرات بالشرطة يشكون من رائحة نتنة قادمة من المنزل عندما دخلت الشرطة المنزل واكتشفوا جثة السيد ميلارد بالقرب من الدرج وسقط من الدرج وكسر رقبته ووجدوا ابنته ميتة على سريرها وابتسمت وقالت ما هو مرعب للغاية ان الابنة ربما انتقمت من والدها ثم انتحرت في وقت لاحق نظر جيمس الي بعيون واسعة وقال وفقا لتقرير الطب الشرعي توفيت الابنة في عشرون مارس واحد مساء بعد الظهر على سريرها ووقت وفاة السيد ميلارد اعلن عشرون مارس واحد صباحا في الليل لم يكن هناك اي علامة على الدخول القصري الى المنزل لذلك نعم يقول الناس ان روح لابنة الغاضبة قتلت والدها ااندي قال انه يريد تحقق من المكان ما يقوله جيمس ووافقت عليه وقررنا الذهاب الى بحيرة الكريستال في نهاية ذلك الاسبوع اخذت سيارة اخي وغادرنا مساء يوم السبت اردنا ان نشعر بالقشعريرة لذلك اخترنا الذهاب بعد حلول الظلام وساندم الى الابد على هذا القرار كان ااندي على حق استغرق الامر منا ثلاثون الى خمسة وثلاثون دقيقة للوصول الى هناك حيث كانت البحيرة الكريستالية اسما مناسبا حيث كانت مياه البحيرة تعكس سماء الليل المرصعة بالنجوم بالكامل مثل مرآة اوقفنا سيارتنا بالقرب من البحيرة كانت ليلة اكتمال القمر كان ضوء القمر يفيد في جميع انحاء المكان الذي كان فيه منزل طحونة يقف مثل عملاق على الجانب الاخر من البحيرة لم نكن نعرف انه للوصول الى المنزل علينا عبور البحيرة لحسن الحظ كان هناك اثنان صغيران كانت القوارب المربوطة بالمنصة الخشبية للبحيرة والاجواء المحيطة بنا تبدو مخيفة للغاية بسبب المساحة المفتوحة الشاسعة التي كنا نسمعها في كل صوت وكانت الصراصير تغرد برياح المجوفة المرة وموجات المياه المتماوجة في بحيرة جيمس تقفل سيارته ونزلنا على متن قارب جيمس وبدأت في تجديف القارب بينما اصلح اندي مصباحا اليدوي عندما وصلنا الى الجانب الاخر من البحيرة بدى المنزل اكثر رعبا مما كان عليه قبل ان تتدل النوافذ المكسورة كما لو كانت ستسقط في اي لحظة نمت الاعشاب الضارة في كل مكان جدران المنزل لم يكن هناك اي علامة على ضوء قادم من المنزل فخطونا على شرفة المنزل ودفعنا الباب الرئيسي وفتح الباب الرئيسي بصوت عال مما يدل على عدم دخول اي انسان الى هنا منذ عقود واومض ااندي الضوء في الداخل وحلق ما يقرب من مستعمرة من الخففيش فوقنا لاخافة منا قلت في اختبار صوتي يا رفاق هل انتم جميعا متأكدون من هذا اجاب ااندي هي الان توقفوا عن كونكم طفلا جيمس ودخل ااندي الى الداخل واضطررت الى اتباعهم كان المنزل باكمله في الظلام وكان مصدر الضوء الوحيد هو مصباحنا اليدوي الوحيد وضوء القمر الشاحب عندما خرجنا من النافذة المكسورة ادركنا اننا نقف في غرفة المعيشة في المنزل ولاحظنا درجا ضخما مستلقيا في منتصف الغرفة قال جيمس بصوت منخفض هذا هو الدرج الذي سقط منه السيد ميلارد ومات وهو يكسر خيوط العنكبوت والغبار المحيطة به في جميع انحاء المنزل حتى انني رأيت بعض الخففيش المعلقة من سقف المنزل اضاء اوندي ضوءه نحو الزاوية اليسرى وقال بصوت ساخر تحقق من ذلك يا رفاق رأينا لوحة معلقة على جدار الزاوية اليسرى ذهبنا الى هناك ورأينا لوحة زيتية تحمل صورة رجل عجوز مع وجه غاضب يقف بالقرب من الموقد وبجواره فتاة تبلغ من العمر حوالي 17 الى 18 عاما تجلس على كرسي لا بد ان هذا هو السيد ميلارد وقالت ابنته ان جيمس الفتاة كانت في الواقع حسنة المظهر ولكن حتى في تلك الصورة يمكن للمرء ان يقول بسهولة كم كانت حزينة للغاية شعرت وكأن الدموع ستسقط عينيها في اي لحظة قال ااندي بنبرة ساخرة اذا كان لدي لها يجب ان ابقيها بعيدا ايضا لقد كانت منزعجا حقا من نكاته المثيرة للشمئزاز قلت انه لا ينبغي ان تقول اشياء من هذا القبيل انه رجل غير محترم للغاية يفكر في كل التعذيب اللذ مرت به هز انادي كتفيه واجاب نعم مهما بدأ في المشي نحو الدرج قال جيمس اين ان ذاهب اجاب دعونا نرى غرفة ابنته لقد جئنا حتى الان لا للتجول في جميع انحاء المنزل لفترة من الوقت من الواضح على اي حال ليس هناك شبح هنا بدأ جيمس يدبعه ايضا استدرت للذهاب معهم ايضا ولكن بعد ذلك فقط شعرت وكأنني سمعت صوت ضحكة توقفت وقال رجال هل سمعت ان جيمس قال اسمع ماكريس قبل ان اتمكن من معرفة ما جربته للتوي سمعت اندي يقول من الطابق العلوي تعالن الان بما فيه الكفاية مع فتاتك نوبات الغضب شعرت باهانة شديدة وقررت عدم التحدث بكلمة الى اندي اثناء صعودي الى الطابق العلوي سمعت الدرجة الخشبية يان تحت ضغط قدمي بعد الوصول الى الطابق العلوي رأيت جيمس واندي يقفان امام باب مغلق سألت ما الخطأ اجاب جيمس اثناء تدوير مقبض الباب اعتقد ان الباب محشور انه لا يفتح اندي اخبره ان يمسك الضوء دعني احاول بشدة ولكن لم استطع فتح الباب كنا نقف هناك امام الباب المغلق ونفكر فيما يجب فعله بعد ذلك فقط عندما سمعنا صوتا يضحك صدم الجميع من المفاجأة الصوت قلت بصوت مذعور جيمس لقد سمعت هذا الصوت في الطابق السفلي اعتقد اننا يجب ان نغادر الان كان لدينا ما يكفي رجال اندي ومض الضوء في كل مكان لكننا لم نتمكن من رؤية اي شخص ثم قال بصوت فضولي ربما الصوت قادم من هذه الغرفة لا اعرف ما اذا كانت ستصدقني ام لا ولكن فجأة نقر مقبض الباب من تلقاء نفسه وفتح الباب نظرا على الفور الى الغرفة كانت غرفة قديمة متربة كان هناك سرير صغير ممزق متسخ في المنتصف ضوء القمر الشاحب القادم من النافذة جعل الغرفة مرئية تماما لاعيننا كنا على وشك خطوة الى الغرفة عندما سمعنا صوت الضحك مرة اخرى كان صوت ضحكة هادئة من صوت انثى الشعر في الجزء الخلفي من رقبتي وقفت قلت بصوت هامس رجال دعونا نذهب فجأة اشار جيمسو على جانب السرير التي تواجه النافذة وقال بصوت خائف ما هو اندي شعرت كما لو كان مخلوق يشبه الكلب يجلس بالقرب من النافذة ولكن كان مظلما جدا بالنسبة لنا لرؤية الاشياء بوضوح اندي اشار المصباح في هذا الاتجاه وتحولت دمائنا الباردة كان هناك فتاة على الارض بالقرب من النافذة كانت تقف مثل الضفدع كانت واجه الارض للحظة لم يستطع احد منا ان ينطق بكلمة واحدة كان الامر كما لو ان كل قلوبنا توقفت في اللحظة نفسها ولم يعد بامكاننا تحرك بعد الان رفعت الفتاة وجهها وبدأ المصباح اليدوي في الوميد لم نتمكن من رؤية وجهها بوضوح بسبب الوميد ولكن بعد ذلك ظل الضوء يضيء وينطفئ دون سبب ومع كل وميد من الضوء استطعنا ان نرى وجه الفتاة الشرير مع تغيير التعبير مع الوميد الاول رأينا وجهها الحزين مع الوميد الثاني رأينا ابتسامة ضخمة من الاذن الى الاذن على وجهها مع الوميد الثالث رأينا وجهها عديم التعبير بعيون واسعة كما لو انها تستطيع ان ترى من خلالنا لقد صدمنا لدرجة اننا نسينا ركض فقط ثم ضحكت الفتاة نفس العمود الفقري تقشعر لها الابدان وبدأ تسحف نحونا بقوة مثل شيطان جائع استعدنا جميعا حواسنا اخيرا وبدأنا في ركضي كنا انا وجيمس في المقدمة وكان اندي يركض خلفنا ظل جيمس يقول ان اندي كان يصرخ مثل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يقول لا تتركني هنا من فضلك انها خلفي وصلنا الى الباب رئيسي واستدرنا لاندي رأينا اندي كان في منتصف الطريق تقريبا فيه الدرج والفتاة كان تسحف خلفه تتبعه مثل حيوان بطريقة ما تمكننا جميعا من الخروج من المنزل وقفزنا على القارب اندي اسقط المصباح اليدوي على البحيرة في اقدام من الخوف جيمس وبدأت في تجديف مثل المجانين اندي كان جالسا على القارب المواجه لظهره في المنزل لدرجة انه فزع لدرجة انه ظل يقول ما زلت اسمع ضحكتها الشريرة تجديف اسرع جيمس وادركت انه دخل في النار لانه بقدر ما ذهبت اعيننا لم يكن هناك احد امام المنزل قال جيمس بصوت منخفض ربما لا تستطيع المغادرة المنزل الذي لم اقل فيه اي شيء استمر في التجديف وما زلت لا اعرف كيف تمكننا من العاشر واربع دقائق العودة الى المنزل في تلك الليلة ولكن منذ ان حدث هذا الخبر عن اي مكان مسكون يجعلني اتعرق حدث هذا قبل 19 عاما وكان بالتأكيد اكثر الاحداث المخيفة والمأساوية التي كانت وستظل بالتأكيد تميزني حتى بقية ايامي اريد فقط ان استهل هذا باخبارك ايضا انه اذا كانت منزعجا بسهولة فان القصة ليست لك ولكن على اي حال مع القصة كانت مساء 13 يناير 2001 وكانت في مستعمرة للتزلج مع اثنين من اصدقائي في مرحلة الطفولة الجيدة جوش ومارك في المستعمرة كنا تقريبا حوالي 40 طفلا تتراوح اعمارهم بين 8 و 16 عاما واقمنا في فندق عملاق لمدة اسبوعين تقريبا جوش مارك وكانت ابلغ من العمر 14 عاما وكانت هذه هي المرة الاولى لنا على الاطلاق في مستعمرة تزلج مع ان كنا جميعا اكثر او اقل اثارة للمشاكل ونود ان ندخل في مواقف خطيرة ولكن ما انا على وشك اخبارك به كان نتيجة لذهابنا بعيدا جدا كان الاسبوع الثاني من رحلتي والتزلج على المنحدرات نفسها اصبح متكررا بعض الشيء كنا نشعر بالملل من التزلج في حديقة التزلج ايضا لذلك قررنا القيام ببعض التزلج على المنحدرات لاستكشاف المعنى بدلا من التزلج على المنحدرات ننطلق الى الجانب والى الغابة بينما لا نزال نراقب مسارات تزلج في يوم من الايام كنا مع مجموعاتنا المخصصة التي تتكون من حوالي ثمانية اطفال كنا تزلج في المنطقة العليا من الجبل وعندها قررنا الخروج عن المسار كان لدينا فنترى في طريقنا الى الاسفل وقال مارك انه سيراقب المسار المجاور لنا ونحن جميعا نتزلج بسرعة كبيرة ولسبب ما ارضت التنافس على من يمكن ان يكون الاسرع دون ان اصطدم باي اشجار قبلتها ونزلنا نحن ثلاثة بشكل اسرع هذه المرة اصبح الامر الان اكثر حدارا وكنت متقدما قليلا عن اثنين منهم عندما اقتربنا جميعا بسرعة من منحدر ما كانت قد سقطت منه افترضت ان لا احد منا رآه لاننا جميعا قمنا بالقفزة بمجرد ان اصطدمت بالارض على رغم من انني توقفت وانظر خلفي لمعرفة ما اذا كان الجميع قد هبطوا بامان لانه لم يكن قفزة صغيرة لجعل جوش يهبط بجانبي مباشرة وكان بخير ولكن مارك هبط بقسوة شديدة وفقد نوعا ما التوازن جوش وانا نذهب اليه للتحقق مما اذا كان على ما يرام وذلك عندما ادركنا اننا فقدنا المسار اقترح جوش فكرة ان نعود الى الاعلى ولكن كان من المستحيل ان يكون حادا جدا واي شخص يتزلج يعرف ان الامر يستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا للسير على جبل شديد الانحدار في الثلج اثناء حمل الزلاجات والى جانب ان الجرف خلفنا كان طويلا جدا بحيث لا يمكننا الصعود قررنا لاستمرار في النزول وبينما كنا نفعل ذلك نستدير الى الجانب الايمن ننزل ببطء هذا الوقت والاستمرار في الانعطاف الى اليمين والكل سوء الحظ هناك المزيد من نفس المنطقة الحرجية التي اكتشفنا انها ميؤوس منها وتوقفنا مرة ثانية لوضع علامة خطة تفقد كل الامل ونخبره جميعا انه لا بأس بذلك ولكن الان اصبح الظلام بطيئا وجاء نوعا ما الى الاستنتاج المرعب باننا فقدنا في هذه المرحلة قضينا ساعة جيدة نجلس ونتحدث وكان الجو باردا حقا بالنسبة لنا جميعا فنحن جميعا نقرر الاستمرار في الانزلاق لان ذلك سيقودنا في مرحلة ما الى الحضارة والى جانب ذلك لم يكن لدينا خيار سوى النزول بينما ننزلق اكثر قتامة على نحو متزايد الى النقطة التي بالكاد نكتشف فيها ما هو امامنا عندما يكتشف جوش ضوءا في المسافة البعيدة الى اليسار عندما نقترب منه ندرك انها كوخ خشبي صغير يبدو سطحيا طرق الباب الامامي وبمجرد ان نسمع امرأة تصرخ من داخل ما ننظر اليه جميعا في حالة صدمة بعد بضع ثوان نسمع دويا صاخبا وتتوقف الصراخ فجأة وتتراجع العلامة وتخبرنا ربما ان هذا ليس فكرة جيدة ان نكون صادقين لقد فزعنا جميعا واندهشنا نوعا ما من التراجع عن الباب بمجرد ان فعلنا ذلك على الرغم من اننا سمعنا صوتا ذكرا يلعن بصوت عال جدا ثم بعد حوالي عشرون ثانية من فتح شخص ما الباب في هذه المرحلة كنا على بعد حوالي خمس عشر قدما من الباب وركض نحونا فجران سلكيان غاضبان بدأنا على الفور في الهرب من الكلاب التي اشتعلت في النهاية لوضع علامة وجوش بينما تمكنت بطريقة ما من الوصول الى خلف الادغال بعيدا قليلا في الغابة وانتظرت هناك لمدة خمس دقائق تقريبا في محاولة لالتقاط انفاسي فجأة لاحظت بعض ضوء قادم من حوالي مائة قدم في المقصة التقطت ورأيت رجل يسير نحوي على ما يبدو يسير على خطاي قررت انه لا توجد طريقة اخرى بالنسبة لي لعدم القتل الى جانب المشي بهدوء حول الغابة في دائرة وشق طريقي ببطء الى المنزل لذلك تحولت بهدوء مرة اخرى الى جانب الادغال من حيث لم يتمكن من رؤيتي انا بطريقة او باخرى جعله داخل المنزل وحاولت على الفور العثور على هاتف لحسن الحظ اجد هاتفا على طاولة المطبخ واتصل بالشرطة واخبرهم باختصار انني يجب ان اسأل والدي اولا هناك العديد من القصص المخيفة حول هذا المكان عندما بدأت الشمس في الغروب قررنا العودة الى المنزل في المساء كنا جالسين في غرفة المعيشة هيروشي بدأ لوالديه وذكروا رحلة المشي لمسافات طويلة الى غابة الانتحار على رغم من انهم رفضوا فيه البداية بعد طلباتنا المتكررة اعطانا والده اخيرا اذن لكنه اخبرنا ان نغادر المكان قبل حلول الظلام وافقت لانني على اي حال لم يكن لدي اي نية للبقاء داخل غابة مظلمة بها العديد من حالات الانتحار المبلغ عنها في صباح اليوم التالي هيروشي وحزمت حقائبنا وبدأت رحلتنا كانت في مزاج مريح انه اخيرا بعد اسبوعين كنا نخت خارج هذه القرية كنا بالقرب من المنزل الاخير في القرية تقدم الطريق الجبلي من يساره ثلاثون دقيقة سيرا على الاقدام على هذا الطريق سيقودنا الى اوكي جاهارا على عتبة المنزل الاخير رأيت رجلا عجوزا يجلس على كرسي خشبي كنا على وشك النسير بجانبه عندما وقف وامسك بيدي فاجأني قليلا وقلت هل انت بخير كانت عيناه قائمتين كما لو كان يحلم في اليقظة دلت التجعيد على وجهه على مدى عمره روشي الذي قال بصوت مرتجف ما هو الشيء الذي لم ينظر اليه الرجل بدلا من ذلك حدق في وجهي ثم قال بصوت ضعيف وغني عن القول انني لم افهم كلماته على الاطلاق ولكن وجهه روشي المرعوب اخبرني ان هذا رجل العجوز يقول شيئا مخيفا كانت اشعر بالخوف من سلوكه لقد حررت يدي من قبضته وابتعدت عنه قال هيروشي بصوت مرتجف يجب ان نبدأ بمشاعر مختلطة بدأت في المشي مع هيروشي المنزل كان يذهب بعيدا عن انظارنا ولكن الرجل العجوز ظل واقفا هناك بينما كان يتمتم بنفس الكلمات عدت الى صديقي وسألته ماذا كان يقول من هو ذلك الرجل الذي توقف هيروشي وقال انه الرجل الاكبر سنا في قريتنا نحن انخاطبه كما يقول الناس ابي لديه القدرة على رؤيته المستقبل والتنبؤ بالاوقات السيئة قلت بعيون متفاجئة ماذا قال في هيروشي اليابانية توقف وقال كلماته تترجم حذار من كواشي ساكيونة من الواضح انه لم يكن لدي اي فكرة عما يعنيه هذا المصطلح كواشي ساكيونة لذلك ظللت احدق في هيروشي معه عيون غريبة هيروشي قال في الفولكلور الياباني لدينا اسطورة حضرية تدعى كواشي ساكيونة شق امرأة الفم وفقا للأسطورة كواشي ساكيونة كانت زوجة غير مخلصة او محضية من الساموراي كعقب على خيانتها زوجها قطع زوايا فمها من الاذن الى الاذن وتشمل الاصدارات الاخرى من الحكاية ان فمها قد تم تشويهه اثناء اجراء طبي او طب الاسنان انها تعرضت للتشويه من قبل امرأة كانت غيورة من جمالها او ان فمها مليء بالعديد من الاسنان الحدت بعد وفاتها عادت المرأة روح الانتقام تغطي فمها بقناع من القماش او في بعض تكرارات مروحة يدوية او منديل هي ايضا تحمل اداة حدة معها والتي وصفت بانها منجل سكين او زوج كبير من مقص كواشي ساكيونة يتسلل على ضحاياها في الظلام ويسألهم عما اذا كانوا يعتقدون انها جميلة اذا اجابت الضحية بنعم فتسحب قناعها وتكشف عن دم احمر يقطر فمن بشعا ثم تسأل بصوت مروع عما اذا كانوا لا يزالون يعتقدون انها جميلة تضيف حتى الان اذا اجابت ضحيتها بلا او صرخت في رعب فانها تقطعها من الاذن الى الاذن في تقليد خاص بها تشويه اذا كذبوا واجبوا بنعم مرة ثانية فقط لتدبع منزلها المستهدفة وتدبحه بوحشية في تلك الليلة لن اجذب ولكن هذه القصة الرهيبة اعطتني في الواقع قشعريرة لاحظت اننا وصلنا الى الغابة قال هيروشي لنذهب لدينا ساعة قبل الفجر يجب ان نبقى معا وان لا يمكننا ان نضيع لم ارى مثل هذه الغابة الصامتة اعني ان كل مكان له صوته الخاص ولكن هذه الغابة جعلتني اشعر وكأنني يجب ان اخطوة في عالم مختلف تماما حيث لا يسمح لاي كائن حي بالدخول فجأة طرحت سؤالا على هيروشي ولكن لماذا قال مخلبك انه يجب ان نكون على دراية بهذه المرأة ذات الفم المشقوق هذه مجرد قصة مخيفة نظر هيروشي حول الغابة المظلمة واجاب لا اعرف لماذا تفاعل بول بهذه الطريقة لاحظت التوتر على وجهه كما لو انه لا يخبرني بشيء مشينا حول الغابة لبضع دقائق اخرى ثم قررنا اخذ قصة من الراحة قبل المغادرة الى المنزل جلسنا على صخرة كبيرة تحت شجرة قريبة وشربت الماء من القرورة قول ذلك كيف يمكن لشخص ان ينقذ نفسه من هذه الاسطورة الحضرية لك ابتسم هيروشي وقال هل انت خائف جاك اجبت بشكل محرج باي حال من الاحوال انا فقط اطلب منك اكمال القصة التي هي كل هيروشي اشعلت سجارة وقال يمكن للفرد البقاء على قيد الحياة لقاء مع كواشي ساكيونة باستخدام واحدة من عدة طرق في بعض اصدارات الاسطورة كواشي ساكيونة سوف تترك الضحية المحتملة وحدها اذا اجبوا بنعم على كل من اسئلتها على رغم من انها في اصدارات اخرى ستزور منزل الفرد في وقت لاحق من تلك الليلة وتقتل الشخص بينما تتضمن تكتيكات البقاء على قيد الحياة الاخرى النائمة الرد على سؤال ساكيونة من خلال وصف مظهرها بانه متوسط اثنان ست ثلاث خمس مما يمنح الفرد وقتا كافيا للهرب بمجرد انتهاء هيروشي من جملته الاخيرة حدث شيء غير متوقع كنا نجلس في مواجهة شجيرة قريبة بجانب تلك شجيرة كانت الغابة اكثر كثافة فجأة رأيت شجيرة تتحرك صوت حفيف من الاوراق حدث كلانا جلس بصمت يحدق فيه الشجيرة نظرت الى هيروشي ورأيت وجهه مذعورا سقطت السجائر في يده على الارض سألت بصوت خائف من هذا فقط عندما لاحظنا شيئا ما وتحولت كل الدماء في عروقنا الى برودة عندما تحركت شجيرات بدأ رأس يظهر خلفها ان امرأة وقفت ببطء من تلك الشجيرات بدت عيناها بلا حياة وكان الشيء الغريب هو قناعها للحظة اعتقدت ان الوباء ينتشر ربما لهذا السبب كان ترتدي قناعا ولكن بعد ذلك جاءت الينا وسألتني هل انا جميلة بدأت رأسي في الخفقان في خوف لا اعرف ماذا اقول امسك هيروشي بيدي وقال اركض بدأنا نركض دون النار اين كنا نذهب نقشعر خرج الضحك من فم تلك المرأة عندما استدرت للخلف نعم رأيتها كان فمها مقطوعا من اسنان حدة من الاذن الى الاذن جعلتها تضحك بشكل مرعب بطريقة ما تمكننا من الخروج من الغابة واخيرا وصلنا الى القرية حيث كنا نقطع انفاسنا جلسنا على ارض القرية وبدأنا فيه التنفس للهواء جاء عدد قليل من سكان المحليين واخذون الى المنزل معتقدين اننا نشعر بالمرض في صباح اليوم التال استيقظت مع ارتفاع في درجة حرارة هيروشي كان مريضا على بطنه لمدة ثلاثة ايام ما زلت لا اعرف ما اذا كان ما رأيناه حقيقيا او خيالنا في وقت لاحق سألنا مخلب هيروشي وقال ان الغابة الانتحارية مليئة بالعديد من الارواح التي دمرت او غادرت وكانت في الواقع روحا خبيثة حاولت اخافتنا من خلال اخذ شكل هذه الاسطورة اليابانية كوتشي ساكيون التي لم نذهب اليها ابدا العودة الى تلك الغابة طالما بقيت معه ولكن ما رأيك هل رأينا حقا كوكي ساكيون في غابة الانتحار ام انه كان شيئا اخر الاسبوع الماضي انفصلت عن صديقي الذي وعدته لمدة ثلاث سنوات على رغم من اننا لمن انفصلي بقيت على اتصال معه كصديق انه رجل لطيف لكنني شعرت فقط انه لم يعد يعمل بيننا بعد الان اقترحت صديقة المفضلة تينا ان ابدأ المواعدة غير رسمية قالت انه سيساعد في تغلب على هذا الانفصال لأكون صادقا في السنوات الثلاث الماضية بالكاد خرجت مع اشخاص جدد او تواصلت اجتماعيا ان الحديث عن المواعدة غير رسمية لا يوجد تطبيق مناسب من تندر على الاقل هذا ما كنت اعتقده في احدى الامسيات بعد عودتي من العمل الى المنزل جلست على سريري وسجلت على صوفا بعد ان مررت على بعض الرجال الملف الشخصي شعرت بالملل لعدم العثور على تطابق جيد وغفوت في اليوم التال عدت الى العمل عندما اتصلت بصديقتي تينا قال تينا انجيلا ان تعرف ما حدث هذا الصباح اتصل بي تأم وسألني كيف حالك اخبرته انك عدت الى تندر مرة اخرى لاعطائه فكرة انك قد انتقلت اوها لم يكن ذلك كثيرا من جانبي كانت تينا دائما مثل هذا تأخذ الاشياء على يدها طوال الوقت كانت اتوقع شيئا كهذا بالفعل لذلك انا اجاب بمرحله مضطربه نعم سوف تعامل معها وداعا وفصل الهاتف اتصلت بتوم في تلك الليلة واعتذر كانت ام نيابة عنتينا دائما لطيفا معي وقال بنبرة ناضجة لا بأس جيل حصلت على اشارتك اتمنى لك الافضل ولكن كلما احتجت لا تتردد في الاتصال بيعتني بي شعرت بسوء له ولكن شعوره بالتفاهم جعلني معجب به مرت ايام قليلة جدا واستمريت في حياتي بدأت في الخروج مع اصدقائي واحيانا مع اصدقائهم المشتركين لتناول مشروب او افلام بعد ظهر يوم الاحد كانت استرخي في غرفتي عندما تلقيت طلب من رجل على صوفا فتحت ملفه الشخصية وبدأت في التحقق من صوره لم يكن الرجل وسيما ولكن كان لديه وجه ودود قبل طلبه وبدأنا في الدردشة على صوفا كان اسمه مارك قال انه يعمل في مجر متعدد الاقسام بالقرب من موقعي لقد ضاربنا نوعا ما يبدو ان لدينا اذواق متشابهة تماما والموسيق وعلامة الطعام طلبت مني الخروج في موعد غداء قررنا ان نلتقي في اليوم التالي في مطعم محلي وصلت الى المطعم بعد خمس دقائق لاحظت مارك جالسا على طاولة زاوية يبتسم في وجه بدا جذابا في الحياة الحقيقية كان لديه طول جيد وطبيعة ساحرة كان طبيعته المغازلة متوترة بعض الشيء لاول موعد ولكن بطريقة ما استمتعت باهتمامه الجديد بعد فترة طويلة من التاريخ سارت على ما يرام وقررنا ان نلتقي مرة اخرى في وقت ما بدأ مارك في مراسلة بانتظام واستمررت في رد في يوم من الايام كنا نتحدث عبر الهاتف كالمعتاد عندما سألني مارك وكذلك انت في علاقة الان اجبت بنبرة محرجة جيدا اذا كنت كذلك لن اتحدث معك كل هذا الوقت وضحكنا قليلا لتخفيف علامة المحادثة لم ترد على مسحتي نغمة وقال الحب اصبح مسحة في هذه الايام انت تعرف انك بالكاد تثق في الناس ادرك انه قد يكون قد مر بانفصال سيء حقا لكنني اخترت البقاء بعيدا عن شؤونه الشخصية مع مرور المزيد من الايام حاول مارك دائما التسلل الى محادثاتنا وكيف ان الحصرة هي اسوأ شيء يمكن القيام به لاي شخص شعرت بالسوء تجاهه لكننا اقتربنا قليلا في يوم من الايام طلب مني مارك الذهاب في موعد عشاء معه جاء لياخذني من منزلي عندما دخلت سيارته استطعت ان شم رائحة الخمر عليه لم يكن يبدو في حالة سكر لكنه اخبرني انه ذهبنا لتناول بعض المشروبات في وقت سابق لم يقلقني لانه كان في افضل سلوك له لذا بعيدا كان يقود سيارته بحذر شديد حوالي ساعة تسع مساء وصلنا الى المطعم وجلسنا وطلبنا علامة الطعام التي قلناها بينما كنا نبتسم في وجه اامل الى تمانع اذا طلبت بعض المشروبات لم اكن امانع في الواقع لانه كان من الجيد رؤيته يستمتع ليس مرة واحدة تحدث فيها عن قضايا العلاقة بدلا من ذلك كان يغازلني كثيرا كنت احمر خجلا بمجاملته شرب اربعة اوتاد من الويسكي في نصف ساعة فقط اخيرا شعرت بالقلق قليلا وقال عليك ان تقود السيارة ايضا لا تنسى ان علامة نظرت في وجه عيناه علقت في وجه طريقة التي حدق بها فجأة يزحف لي ثم قال جيل انا حقا مثلك اود ان يخذك الى المنزل بعد العشاء لقد كان وقتا طويلا ان الخروج معه لذلك انا نوع من ارضة ان اقترب منه ولكن رؤيته الحصول على ذلك في حالة سكر لم اكن اشعر انني متأكد من انني تحسس وقال ام كم هو مكانك اجاب ليس بعيدا جدا هي دعونا نذهب لا استطيع ان اقول لا له على رغم من ان تغيير سلوكه المفاجئ بدى غير عادي بالنسبة لي كانت فارغة بدأ في تسريع السيارة شعرت بالخوف وقال مارك يرجى القيادة ببطء ان تخيفني نظر الي ثم بدأ يضحك كما لو انني قلت شيئا غبيا جدا بعد مغادرة المدينة وصلنا الى طريق مترب قلت لم اكن اعرف انك تعيش في الضواحي ام الى اي مدى اجاب مارك الان بصوت منخفض ولكن حازم بالقرب من منزل خشبي بعد عشر دقائق بدى المنزل قديما جدا وخارج الصيانة بالنسبة لي كان المنزل باكمله في ظلام نزلنا من السيارة وقال مارك بصوت ساخر مرحبا بكم في منزل الاسد عرين وبدأت في الضحك بنفس الطريقة اعتقدت ان كل ذلك كان بساب الكحول في معيدته عندما دخلنا الى الداخل كانت العلامة مضاءة كان المنزل قديما جدا استطعت ان ارى طبقة من الغبار على الاريكة والاثاث في غرفة المعيشة اخذني الى الطابق العلوي كانت هناك غرفة نوم وحمام في الطابق العلوي كما بدت غرفة النوم غير نظيفة ورائحة كريهة شعرت انه لم يقم احد بتنظيف الغرفة لفترة من الوقت اخبرني مارك بالجلوس على السرير وذهب الى المطبخ انتظرت لبضع ثوان عندما رأيت فجأة شيئا يلمع تحت الوسادة بينما رفعت الوسادة غرق قلبي في رعب ثلاث خمس اربع اثنان كان هناك سكين حد تحته نهضت على الفور واصابع قدمي الى المطبخ وانا انظر الى الداخل رأيت مارك يخلط شيئا في كوب من النبيذ هل هذا الرجل يخطل تخديري ثم شق حنجرتي يا الهي لقد ارتكبت خطأ فادحا كانت خارج الفكرة لم يكن هناك طريقة للخروج من هذا المنزل لان مارك اغلق الباب باستخدام مفتاح منزله بدى الامر غريبا بالنسبة لي انا ذاك لكنني لم اهتم به في وقت سابق يا الهي كم انا غبي قلت لنفسي رفعت علامتين نظارات على يده وبدأت المشي نحو غرفة النوم لقد جئت بالفعل الى غرفة النوم قبل ان يدرك انني فهمت خطته الشريرة التي دخلها ونظر الي بعينيه العريضتين وابتسم وجهه كان ينظر الى كل الشرور ثم قال بصوت بارد تقشعر له الابدان ها هو مشروب كجو استمتع كنت اعرف انه لا توجد طريقة يمكنني بها محاربة هذا الرجل والخروج من هذا المنزل على قيد الحياة لذلك جاءت خطة الى ذهني قلت شكرا لك هل يمكنني استخدام حمامك لعلامة ثانية اجابت بالطبع ولكن لا تجعلني انتظر طويلا وابتسمت في وجه استيقظت وذهبت الى الحمام بمجرد ان اغلقت باب الحمام اتصلت بصديق السابق تأم التقط الهاتف وقال ما هي مفاجأة جيل ولكن قبل ان يتمكن من الانتهاء اجبت بصوت مكسور ولكن منخفض من فضلك ساعدني هذا الرجل يحاول قتلي احتاج الى مساعدتك تأم بدأ النحيب اجاب تأم بصوت مذعور اوها اين تشاركني موقعك الذي شاركته معه موقع المباشرة وقال تم اسمع جيل فقط انتظر لبعض الوقت انا قادم الى هناك باسرع ما يمكن من الممكن انني وقفت داخل الحمام مثل تمثال كانت خائفة تماما وفجأة ظهر جنون العظمة على باب الحمام سمعت صوت مارك جيل هل اخذت شيئا هو ان يداي اصبحت باردة يا اله هذا الرجل يعرف الان انه لم يكتشف انني اخذت سكينه معي بدأت مارك في قرع الباب اخرج دمية لقد خططت ليلة رومانسية بالنسبة لنا لا تجبرني على اجبارك باب الحمام كان مصنوعا من نصف زجاج ونصف خشب وبالتالي استطعت ان ارى شكل مارك يتكئ على زجاج كاد ان يلصق وجهه بالكامل على زجاج وقال جيل لا تجبرني على الخروج وتعطيني سكينتي مرة اخرى بدأت في الصراخ والبكاء من فضلك دعني اذهب ولكن ما هي العلامة التي هزتني بعد ذلك من الداخل بدأ يضرب على زجاج مع تصدع رأسه وبدأ الدم يتناثر على زجاج ايضا كان يضرب زجاج مثل مهووس ورأسه مفتوح الان فجأة رأيت تأم يتصل بي التقط المكالمة وقال تأم انا هنا اين انت لم اكن في وضع يسمح لي بشرح اكثر هرعت الى نافذة الحمام ولحسن الحظ كان مفتوحا دون اعطائه فكرة ثانية قفزت واصبت كاحلي لكنني رأيت تأم يقف في سيارته على الطريق ركضت اليه وحصلت على داخل سيارته وصرخت مع الجزء العلوي من رئتي محرك الاقراص تأم الان قاد السيارة بعيدا وفي تلك الليلة اخذت حبوب النوم للنوم بقي تأم معي لقد مرت بضعة ايام منذ هذا الحادث الليلة الماضية قمنا بترتيب الامور وعادنا مع المرة اخرى لا استطيع ان اثق في اي شخص غير معروف بعد الان تأم يأخذ دش الان في حمامي ولكن فجأة جاء نص الى هاتفه الرد من رقم غير معروف نص يقرأ حصلت على الدفع شكرا انه رد على رسالة نصية ارسلها تأم الى هذا الرقم ارسل تأم رسالة نصية بهذا الرقم الليلة الماضية استعادها شكرا على كل شيء المساعدة ارسلت لك المال قبل بضع سنوات فعلت شيئا فضيعا في بعض الاحيان اتمنى حقا لو لم افعل شيئا لم استطع استعادته ابدا بصدق بدأ كل شيء عندما كانت صديقتي جيدة لقد انفصلت عني صديقة السابقة اعلم ان هذا قد يبدو تافها وجزءا من حياتي كشخص ولكن لسوء الحظ بالنسبة لي كان له تأثير عكسي كامل اعرفه كلما تعتقد انني طفولي وكانت بحاجة فقط لاخذه على ذقن والتعامل معه قد تكون على حق لكنني لم اساعدها في كل شيء في حياتها لم اكن ذاهبة للسماح بحدوث ذلك دون عقاب اعلم انه كان تافها وكان خاطئا ولكن عليك ان تفهم انني كانت يائسا كانت اتألم بصدق كما لو ان قلبي كان يتألم كان ينبد بشدة اعتقدت بصدق في اي وقت انني سانفجر اعلم ان هذا يبدو دراماتيكيا وانا بصراحة لا ابحث عن التعاطف انا لست ضحية هنا جيدا ليس بعد الان لقد تأكدت من ذلك بصراحة شعرت بجسدي يرتجف من الغضب لذلك نهضت مع الكراهية والظلام في قلبي وقمت بتشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي لم اكن غريبا على الشبكة المظلمة التي قضيت فيها ساعات لا تحصى من المحاولة والفشل في تنقل فيها للمساعدة في مللي لم اجد سوى ثقوب الاران بالمعتادة التي تقع في الدواء النموذجي في مواقع ومنتديات مصائد العسل اردت فقط ان تذيها اردت ان تشعر بالاحراج الذي شعرت به وعانيت منه على يديها خطة الاصلية على رغم من ان البغيض والخطأ لم يكن دارا للغاية لم يكن عنيفا باي شكل من الاشكال اردت فقط ان اهينها كان لا يزال لدي صور ومقاطع فيديو من وقتنا معا ان تعارف مقاطع فيديو شخصية وصور لها وفي غضب المكبوت في حالة اكتئاب اعتقدت انها فكرة جيدة لاستخدام هذه ضدها ار الان انني كنت مخطئا من لكن اتمنى لو انني فعلت ذلك فقط بشكل فضيع كما يبدو انه لم يكن شيئا لما فعلته في الواقع فقد واصلت الحفرة والنقر فوق رابطي بعد رابطي حتى نقرت في النهاية على رابطي ووجدت شيئا لفت انتباهي انه كان نموذجا منتدا يسمى قائمة المشاغبين على الموقع كان سؤالا هل تعرف شخصا كان سيئا اذا كان الامر كذلك ربما يجب عليك وضعه على قائمة المشاغبين مثالية اعتقدت ان هذا ما يجب ان يكون عليه الامر ساقوم بتحميل جميع صوري ومقاطع الفيديو الشخصية اربع اثنان واحد اثنان هناك وربما اربط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وسنر من يضحك ثم فكرت في اضافة فستان لها لكنها عادت للعيش مع عائلتها وحتى انني رسمت الخط هناك لم يكن نموذج كما توقعت على رغم من انك لم تستطع فقط تحميله على صفحتهم رئيسية كانت هناك اقسام مختلفة عليه او عقوبات كما اطلق عليه تذكر انني كانت افكر كم كان الامر مثيرا كم كانت غبيا وساذجا كان هناك عدة اقسام مختلفة قزم على رف كرومبوس التشنجات والحقول المجمدة من بين امور اخرى جعلتني اضحك اعتقد ان هذا هو السبب في انني لم اكن اعتقد انه كان اي شيء خطير على اي حال مع الاقسام قزم على رف نوع من جعلني الكراك ابتسامة ولكن هذا ليس ما ذهبت ما اخترت شيئا يسمى خاطفة الذبح انا لا اعرف لماذا فعلت ذلك فقط كان نوع من مضحك بالنسبة لي بعد النقر عليه اضطررت الى الانتظار دقيقة ونصف جيدة قبل ان يتم تحميل هذه الصفحة البيضاء الساطعة مع عدد قليل من مربعات النص الاسود والنص الذي يقرأ سنتا ينتظر هذا الكتابة حتى قائمته الشقية يرجى ملء التفاصيل وسيقوم بالباقي فكرت في نفسي ان هذا لطيف اعتقدت فقط انه كان نوعا من الغباء لكنني ملأته بغض النظر عن الاسم والعمر وتاريخ الميلاد وروابط الى وسائل التواصل الاجتماعي للشخص كان كل شيء هناك كل شيء كانت ابحث عنه يائسا وبالطبع تحميل الصور الجائزة الكبرى اتذكر انني ابتسمت لنفسي في منتصف الطريق في هذه العملية لن تسمح لي بتحميل اي مقاطع فيديو ولكن الصور كانت اكثر من كافية بالنسبة لي كانت صورا من نوع الصيف لفتاة مثيرة اذا كانت تعرف ما اعنيه يسأل ايضا عن عنوان الشخصي ولكن كما قلت سابقا لم اكن حقا للذهاب الى هذا الحد ولكن فعلت الحق في مسقط رأسها مسقط رأسنا شيء اتمنى حقا انني لم افعل بعد كانت قد انتهيت من وضع معلوماتها دون حتى تردد لحظة نقرت على ارسال بعد بضع ثوان ظهر مربع نص صغير يسأل هل انت متأكد من ان سنت لن ننسى انه يتحقق من ان القائمة مرتين جميع الاسماء نهائية ان السحافة متعجرف نعم وكان هذا الكمال اعتقدت حتى تم توجيهي الى صفحة اخرى استغرق الامر بضع دقائق لتحميل ولكن عندما فعلت ذلك اشتعلت لي على حين غرة انه ببساطة قال شكرا لك على تقديم قائمة مطيع نحن نقدر ذلك حقا كانت قد حققت هدفي اعتقدت ان العمل قد تم وان كل ما تم تحميله سيراه الناس وارسل لها رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ثم ستشعر بالاهانة وهي تشعر بتحسن عن نفسي لقد اغلقت بهدوء وثقة ومسح كل شيء بشكل صحيح مع التأكد من انه لا يمكن تعقبها او تورطها باي شكل من الاشكال في صباح اليوم التال استيقظت مع اكبر واكثر ابتسامة مزعجة انتجتها على الاطلاق كنت مسرورا جدا من نفسي بالنظر اليها مرة اخرى الان يجعلني بصراحة اشعر بالمرض لم استطع الانتظار لرؤية الثمار مع عملي كنت متحمسا جدا لرؤيتها تعاني اردت ذلك اكسرها ولكي تشعر بانها عديمة القيمة كما جعلتني اشعر بالفزع المطلق في خيبة الامل لم يحدث شيء انتظرت وانتظرت ولكن لا شيء لا مكالمات هاتفية غاضبة او رسائل نصية لا منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الغاضبة لا شيء على الاطلاق اعتقدت ربما في البداية انها ربما كانت تحاول تجاهلها او ربما ابلغت عن الاساءة وتم اخبارها بعدم اشراك اي قزم او زاحف محتمل اعني بالتأكيد انها عملت بشكل صحيح اعني انه لا توجد طريقة يمكنني تحقق من انني لم اتمكن من العثور على ذلك الرابط مرة اخرى حتى لو جربت اي شخص تصفح شبكة عميقة او شبكة مظلمة سيعرف ان هذا صحيح فقط لم يتم فهرستها انها فوضى ولم اتمكن من العثور عليها الا عن طريق الصدفة في المقام الاول اتمنى لو ان لم تمر بضعة ايام اخرى وحتى الان تلاشت حماستي واشعر بالاكتئاب والانزعاج الحقيقي لانه من الواضح انه لم ينجح لا يمكن لاحد ان يكون هادئا جدا اذا كان قد نجح ولم استطع ان اطلب منها بالضبط ان تذهب للتحقق من ذلك من شأنه ان يشير باصبع الاتهام مباشرة الي لذلك بعد فترة من الوقت استسلمت في الحقيقة اصبحت المحنة باكملها الان مملة بالنسبة لي وبقدر ما يبدو الامر حزينا فقد جعلني اشعر بشكل غريب وكأنني لم اخرج كل شيء من نظامي بطريقة او باخرى بعد ايام اخرى استيقظت على طرق بابي بصوت عال وكانت الدراما السابقة لعلاقة السابقة قد غابت عن ذهني تماما في هذه المرحلة وفقط لبعض السياق اعيش وحدي ولا احصل على العديد من الزوار على الاطلاق لذلك كانت منزعجا اكثر من فضولي لمعرفة من كان على بابي حتى تتمكن من تخيل صدمتي عندما فتحت بابي لاستقبالي من قبل الوجوه الصارمة لضابطين من ضباط الشرطة فكرت في نفسي هذا هو انني ذاهب الى السجن سيعتقد الجميع انني نوع من النزوة التي اعتقد بكل انصاف انني كانت في الوقت الذي طلبوا فيه الدخول انا ملزم بالطبع قلت هي تذكر انني كانت افكر في الوقت الذي طلبوا مني فقط ان اتي فيه اعتبارا من في الوقت الحالي لست رهن لاعتقالي او اي شيء اخر لذا من الافضل ان ارى ما يريدون لكن ما سألوني عنه تماما ترد ريح مني عندما كانت اخر مرة رأيت فيها كايتي كنت عاجزا عن الكلام ولثانية واحدة يجب ان اكون قد بدوت مثل اكثر شخص مذنب ومشتبه به في العالم ادركت هذا بسرعة هزت نظرة المفاجأة وفزعت من وجهي واجبت بهدوء كما لم استطع حشده منذ ان انفصلنا حول اثنين قبل اسابيع كان هذا صحيحا لكنه لم ينقذ نيم وابل التدقيق الشديد والتساؤل اين كانت في ليلة اخبرتهم بالحقيقة في المنزل هل يمكن لأي شخص تحقق من ذلك قلت لا اعيش وحدي ولكن يتم انزالي في المنزل بعد العمل من قبل احد زملائي وهو امر روتيني بعد كل نوبة حتى تمكن من التخمين وما هو الوقت الذي اخبرته فيه بالحقيقة حوالي الساعة العاشرة ونصف وستظهر لي الكاميرات في العمل المغادرة في حوالي الساعة العاشرة وثلث ولا تبعد سوى حوالي عشر دقائق بالسيارة هنا هل غادرت ممتلكاتك في اي وقت اخر بعد ان عدت لا اخبرت الشرطة ان هناك كاميرا عند مدخل الشقة ستظهر انني اقول الحقيقة ان وجهه شديد تركيز في عينيه بدى متذبذبا ومرتخيا قليلا لذلك اعتقدت انني دفعت حظي وسألته عن كل هذا ذكر انه على رغم من انه لا يستطيع اعطائي تفاصيل عن تحقيق الجار فقد تم الابلاغ عن فقدان كيتي فقد شهدت لاخر مرة من قبل والدتها وهي تغادر منزلها لتسوق وتصفح المتاجر ولكنها لم تعد ابدا وغادر ضباط الشرطة بعد ذلك بوقت قصير وشكر بالفعل لي لوقتي فعل التحقق من الدوائر التلفزيونية المغلقة ومع رئيسي وزميلي الذي اكد قصتي وانني كانت اقول تحولت ايام الحقيقة الى اسابيع ولا يزال لا شيء يبدو كما لو انها اختفت للتو في الهواء لم استطع ان اصدق انه لا يمكن ان يكون بسبب اعتقدت انه ربما كان بعض زحف مطاردة لها الاجتماعية ووجدت عنوانها بعد ان نشرت لهم جنبا الى جنب مع الصور ولكن بالتأكيد كان يجب ان يكون من قبيل المصادفة ان شكل غبي لا يمكن ان تكون حقيقية تقول قائمة سنت الشقية التي بالتأكيد لا يمكن ان تكون حقيقية كلما استمر الامر اكثر فضاعة شعرت انني لم اكن مسؤولا جسديا ولكن بطريقة او باخرى كنت قد تسببت في هذا او على الاقل وضعت العجلات في الحركة شعرت بالذنب كما لو كنت قد فعلت شيئا لها اعني هذه هي الفتاة التي احببتها ذات مرة الفتاة التي ما زلت احبها وفعلت هذا لقد تسببت في هذا ووالدتها المسكينة لقد ابتعدوا لسنوات حاولت ان استمر بشكل طبيعي في حياتي ولكن كان من الصعب ان انام لم استطع ان اكل ان تعرف شيئا كان تستحقه كان تتذمر في كل مرة شعرت فيها بالاسف على نفسي اخذت الشربة لاجعل نفسي انام اي شيء لتخدير الالم اي شيء للحصول على صورة وجهها واصوات صراخها من رأسي لم استطع الذهاب الى الشرطة ولكن كيف يمكنني اذا اعترفت ان حياتي كانت جيدة بقدر ما كانت انانية كما كانت لم اكن اعتقد انه من المفيد حتى العثور عليها اذا فعلت ذلك ربما كانت جبانا ولكن كان ميئوسا منها لقد ذهبت كل صباح للحصول على تحديث كانت اتصل دائما بمركز الشرطة للحصول على تحديث كان تعذيبا حتى يوم واحد وجدتها ولكن بما انني متأكد من انكم جميعا تستطيعون بالفعل ان تقولوا ان هذه القصة لا تحدث بسعادة تنتهي لكنها وجدت في النهاية في مصنع قديم مهجور في ضواحي البلدة التالية اكثر من ذلك لم استطع ان اصدق ذلك شعرت بحنجرتي مجدودة الى درجة انني كنت اكافح من اجل تنفسي عندما سمعت الاخبار في رأسي كانت اتوسل واتوسل الى اي شخص او ايا كان يجب ان يكون نوعا من الخطأ لا يمكن ان يكون الخلط بسببي ولكن للأسف لم يكن هناك خلط تم العثور عليها محشوة في مدخنة كان جسدها داخل كيس مجموعة العاب لم استطع ان اصدقها شعرت بالمرض يجب ان يكون هذا نوعا من النكتة المريضة واستمريت في المحاولة وفشلت في اقناع نفسي شعرت بجسدي يرتجف لانها كانت هناك لفترة من الوقت ويمكنك ان تقول من خلال النظر اليها انهم يعرفون انها كانت هي لانها كانت محشوة في محجر عينيها كانت قطعة صغيرة من الورق قطعة صغيرة تقرأ قائمة شقية كتي كان يجب ان تكون جيدة لقد اغمي علي وانهارت حيث كانت اقف وضربت رأسي بشدة عندما استعدت وعيي كانت اامل ان يكون مجرد حلم سيء ولكن بالطبع لم يكن حقيقيا كان كله شيء حقيقيا انا لا شيء بسيط سيعود عن تعذيب الذي اخضعته لفتاة احببتها واعتز بها ذات مرة كل ذلك لان غروري احساس مضلل بالفخر وتقدير ذات اتمنى ان اتمكن من استعادة كل شيء ان تستحقين العدالة كتي ان تستحقين ان تكون قادرة على الراحة في سلام على الاقل ربما الاعتراف سيجلب لك ولعائلتك ربما انهاء حياة الخاصة سيجعلنا متعادلين ولكن بغض النظر عن الاجابة انا جبان اكثر من اللازم لأي منهما لن اذهب في الموجة المظلمة مرة اخرى فقط بسبب هذا الوضع كدت ارساعة ثلاث صباحا كانت اختلص النظر من بطانيتها لتلتقط منظرا لغرفتها على رغم من ان سخان الغرفة كان على الهواء داخل المنزل كان باردا مثلجا فقد جعل ضوء القمر الشاح بالغرفة تبدو اكثر قتامة وفتحت اما الباب ودخلت الى الممر والمطبخ في الطابق السفلي وبدأت تمشي بعناية لانه كان مظلما جدا لرؤية يديها تبحثان في الهواء عن السور الخشبي للدرج وفجأة سمعت صرخة تحول وجهها الى شاحب كما لو لم يكن هناك دم في جسدها ووقفت هناك في الظلام متجمدة نعم لقد سمعت هذا من قبل عندما كان اللوز صغيرا عاشت في منزل خشبي معها اعتادت والدتها ان تخبرها بقصة ما قبل النوم التي غيرت حياتها قالت ام ذات مرة هناك عاشت امرأة في قرية صغيرة كان لديها شعر رمادي ووجه حزين كلما بكت بدأ شخص ما يموت فيه تلك القرية اعتقد الناس انها ملعونة لذلك نفوها من تلك القرية بدأت المرأة في تجول في الغابة بمفردها في الظلام اخافها الخشب وبكت كلما بكت مخلوقا بالقرب منها مات بعضها يقول الناس ان اسمها شؤم وروحها لا تزال تتجول في الليل من يسمعها تبكي يجد شخصا قريبا منهم ميتا في اليوم التالي مستلقيا على سريرها في الليل غالبا ما اعتقدت المن انه اذا كان هذا صحيحا اذا كان الشؤم حقيقيا وانتهى بها الامر بالنوم بطريقة محت في احدى الليالي سمعت شؤما يبكي في منزلهم ثلاث صباحا في تلك الليلة نهضت من سريرها وتركت بطانية صوفية على الارض وذهبت للحصول على المياه التي كانت المرة الثالثة التي سمعت فيها ذلك البكاء كما لو كان شخص ما يعاني من الم حقيقي ولكن لا يستطيع فعل اي شيء دون ان تبكي اعتقدت انها قطتها الصغيرة لكنها وجدتها نائمة على منسحة الارجل بشعور من الفضول والخوف فتشت الطابق باكمله وبقي البكاء لبعض الوقت ثم توقف ثم كان هناك صمت ميت ذهبت الما الى المطبخ وكان لديها كوب من الماء فقط عندما فكرت في العودة رأتها تجلس تحت الدرج والبكاء الما لم تعد خائفة من البكاء بعد الان الشيء الوحيد الذي يزعج الما هو انه عندما تبكي المرأة لا تغمض عينيها ابدا تحدق المرأة في الما وتبكي وتبكي لكنها لا تومض ابدا مثل كل ليلة اخرى تجاهلتها الما وذهبت الى غرفتها في صباح اليوم التالي وهي تستيقظ سمعت فوضى تشير الى حدوث شيء خطير في منزلهم وصارت عبر الممر بعد الصوت القادم من غرفة اخيها دخلت ورأت والدتها تبكي بصوت عال بالقرب من سرير شقيقها وصارت بالقرب من السرير وكان شقيقها مستلقيا وعيناها مغمضتين في مواجهة سقف الجدار وبدى لها طريقة غير عادية للنوم لكن ابي اخبرها ان لا تزعجها يا عزيزي دعه ينام بسلام ظهرت قطرات من العرق على جبينها لان المنت ذكرت اخيرا ان اليوم هو في ذلك اليوم من هذا اليوم قبل عشر سنوات انفجرت الما في البكاء عندما بدأت تتذكر ان غرفتها كانت في الطابق العلوي بجانب اخوتها وكانت والدتها وابيها ينامان في الطابق السفلي وغرفة جدتها كانت مولودة حديثا واخيها لم يولد بعد عندما توفيت جدتها فقط في الصور رأتها ترث ابتسامة حنونة تمسك الارنب الاليف الابيض في حدنها اليوم هو ذلك اليوم ولكن في هذه السنوات العشر لم ترث الما ابدا سمعت ان البكاء مرة اخرى ذهب الجميع الان اخوها والدها يبقى وحده في المنزل لم تستطع وقف دموعها معتقدة انه كان خطأها انها لم توقض والديها لتخبرهم عن تلك المرأة فجأة سمعت خطوات قادمة من غرفتها هل هي قادمة لها الان هرعت الما عبر درج ذلك الظلام وحاولت الاختباء تحت الدرجات الخشبية حاولت ان لا تصدر اي صوت لكن الخطوات كانت قريبة شخصة ما كان ينزل الدرج اغلقت الما عينيها في خوف وتوقفت خطواتها ببطء فتحت عينيها كانت تلهث وهي تئن من يدري ماذا ستر عينيها مفتوحتين على مصرعيها لم تستطع ان تغمض عينيها لم تستطع تحريكها كانت امرأة عجوز ذات شعر ابيض بوجه حزين تقف في المطبخ تنظر مباشرة الى عالم الما الخاص بها ذهبت رأسا على عقب تعيش بمفردها الابواب مغلقة كيف دخلت هذه المرأة الى داخل المرأة بوجه حزين موجه الى الما عرفت ما كانت تعنيه ان الارض تحت قدميها انزلقت بعيدا تعرف المرأة سر الما قبل عشر سنوات خنقت الما شقيقها الصغيرة في نومه مع وسئدته امي وابي لم يحب الما ابدا طريقة بعد ولادة شقيقها غالبا مشتروى له العابا اكثر منها حتى لو كسر شقيقهم مساميرها او دمرت ملابسها لم توبخه امي ابدا تم تجاهلها ونسيانها بعد ان انجبوا ابنا تذكرت كيف عصت نفسها كل هذه السنوات ان شقيقها كان مستعدا للذهاب اراد شقيقها ان يحتاجنا جميعا الى هذا النوم الابدي انه راحة انقاذ من الخطيئة التي ارتكبتها بنفسها كمرة تمنينا الحصول على فرصة لاعادة بناء او اعادة بناء شيء حدث بالفعل ولكن ما تبقى هو مجرد ذكر اما جيدة او سيئة في حياتنا يمنحنا هطول امطار من الحوادث يجعلنا البعض انكسرنا وبعضها يتركنا في حيرة من الواقع لم تستطع والدة الى من تحمل صدمة كيف مات صبي صغير في نومه كيف يمكن لقلبه ان يتوقف عن ذلك حط موالديها ولكن ليس هي لانها كانت سعيدة لانها كانت سعيدة بالدعاء كله العابهم فقط من اجلها كانت سعيدة بازدراء غير قانوني على رغم من ذلك لكنها سعيدة لان حقها ظل غير مقسم ولكن الان حان وقتها للذهاب الان وقفت المن وتحدثت بصوت مكسور لم اكن اريد ان اقتله كنت مجرد الطفل الشؤم بدأ يمشي نحوها من خلال اتخاذ خطوات بطيئة كان اصبعها لا يزال موجها نحو الما الما استمر في كلامها العصبي من فضلك دعني اذهب كانت مجرد طفلة اعتقدت انني اذا دفعت الوسادة بقوة فسيكون هادئا وينام لبضعة ايام لكنني لم اكن اعرف ابدا انه لن يستيقظ ابدا من فضلك دعني اذهب لقد مرت عشر سنوات الان لماذا يجب عليك ان تعذبني هكذا كل عام في هذا اليوم لماذا لا يمكنك فقط ان تتركني وشأني ولكن الشؤم استمر في المشي نحوها وصلت قريبة للغاية من الما الما يمكن ان ترى عينيها الغائمة المليئة بالالم ترقص بعد ذلك فتحت سكينها الداكنة وبدأت في الصراخ اصيبت الما بالرعب من المشهد واغمي عليها على الارض في صباح اليوم التالي عندما استيقظت وجدت نفسها مستلقية على سرير المستشفى لم تستطع ان تعرف انه كان حلما او حقيقة جارتها جاءت لزيارتها هذا الصباح ولكن عندما لم تفتح بابها اتصلت جارتها السيدة شيرمان بالشرطة وادخلوها الى المستشفى كانت السيدة شيرمان تقف في المستشفى عندما جاءها الطبيب وسألتها هل تعاني دائما من نوبات الهلع هذه قالت السيدة شيرمان بصوت حزين ليس دائما ولكن في كل شهر من شهر يناير في هذا اليوم بالذات غالبا ما تصرخ وتتفاعل بشكل مختلف تماما بمجرد ان بقيت معها حيث اخبرتني انها كانت تعاني من كوابيس حول امرأة ذات شعر ابيض لا اعرف لماذا استمرت في اخبارها اثناء نومها بانها لم تقتل شقيقها اجاب الطبيب بوجه متفاجئ بما حدث لاخيها اجابت السيدة شيرم لا تسأل الما عن الكثير يبدو ان عائلتها لديها تاريخ من امراض القلب كانت صغيرة عندما توفي شقيقها بنوبة قلبية ثم توفيت والدتها ووالدها بنفس طريقة شيخوختهم يرجى النظر الى طبيبها الذي تحتاج اليه لمساعدة الطبيب الذي اومأ برأسه وقال انه سيبذل قصار جهده تم ارسال الاما الى مؤسسة للامراض العقلية للحصول على رعاية افضل وهي الان تجلس بالقرب من نافذة بالكاد تتحدث وتنظر احيانا الى يديها وتفكر في كيف وضعت ثلاثة ارواح من بؤسهم لكنها لا تعرف لماذا لا تزال على قيد الحياة هل تركت الشؤمة تعاني حتى الابدية لقد حصلت مؤخرا على وظيفة في مكدونالدز قبل بضعة ايام تم تعييني في نوبة ليلية كان منزلي قريبا من متجر مكدونالدز لذلك كانت قلقا بالكاد حول الوصول الى المنزل في وقت متأخر ايضا انا في اواخر العشرينيات من عمري وكانت اعيش بشكل مستقل لفترة طويلة كان عملي في الاساس في المنضدة الامامية كان العاشر ونصف مساء بالفعل وكان هناك اربعة الى خمسة اشخاص في المطعم وهذا منفذ صغير من مكدونالدز وبالتالي فان عددا قليلا جدا من الاشخاص يعملون هنا خاصة في النوبات الليلية حيث يتعين على الشخص المسؤول لاعتناء بالاشياء بنفسه على الرغم من تعمل المناوبة الليلية من الساعة عشر مساء الى ست صباحا لكن منفذنا بالكاد يتلقى الطلبات بعد الساعة اثنى عشر ظهرا الى خمس صباحا لذا كانت خطتيه لاستلقاء على الاريكة في منطقة الراحة بعد ان غادر العملاء كل شيء كان يسير وفقا للخطة ثلاثة عملاء دفعوا فوتيرهم وغادروا ولكن كان هناك عميل واحد وقف مرة واحدة ولكن بعد ذلك جلس مرة اخرى سألت بصوت متردد يا سيدي هل تحتاج الى اي شيء نظر الي بابتسامة غريبة جدا وهز رأسه في ايماءة هناك لم يكن بامكان فعل شيء اكثر من ذلك لذا جلست على المقعد المقابل وبدأت في تمرير خلاصتي على اليوتيوب مع كل لحظة تمر يمكنني ان اقول ان الرجل كان ينظر الي بعينين عريضتين بدأ اصغر سنا قليلا بالنسبة لي ربما في اوائل العشرينيات من عمره لكن سلوكه اصبح مخيفا للغاية مرتين الى ثلاث مرات نظرت اليه مرة اخرى بدافع التهيج ونظر بعيدا بشكل محرج وتذمرت في نفسي قائلا لماذا لا يغادر فقط لكن الرجل لم يتحرك بوصة واحدة من مقعده توفي عشرون دقيقة مثل هذا لقد انتهى من طعامه لكنه ظل جالسا هناك في مرحلة ما فقدت صبري وسألته هل تحتاج الى اي شيء اخر نظر الرجل الي وقال لا لا شكرا انا جيد الان لا استطيع فقط اخبره ان يغادر بشكل عشوائي لان المطعم مفتوح بشكل اساسي طوال الليل لم يكن هناك اي شيء اخر يمكنني القيام به بعد خمس دقائق اخرى وقف الرجل اخيرا وبدأ في المشي نحو المنضدة قلت في رأسي يا اله اخيرا غادر بعد ان وصل الى المنضدة من شعور مريح اعطيته ابتسامة كبيرة وبدأت فوتيره ابتسم رجل مرة اخرى في وجهي بطريقة متوترة واستمر في الوقوف هناك سلمته الفاتورة على بطاقتي الاعتمان الخاصة به عندما قال شيئا غريبا هو ان وشما على رقبتك لدي وشم حورية البحر رقبتي لذلك اجبت بشكل محرج نعم صحيح كان من المفترض ان يغادر الرجل ولكن بدلا من ذلك بدأ في الدردشة معي وهو ما فاجأني نوعا ما ثم قال انني افكر ايضا في الحصول على وشم لكنني لم اجد فنانا جيدا للوشم بعد من اين حصلت على وشمك لا استطيع ان اقول انه كان مسيئا ولكن هذا الفضول غير ضروري في ذلك الوقت من الليل شعرت بالغرابة الشديدة قلت بنبرة غير مهتمة حصلت عليها عندما كانت في الكلية لذلك لا اتذكر على الارجح انني بدأت في ترتيب العداد على امل ان يغادر ولكن الرجل لا يزال يقف هناك ثم اقترب حقا من وجهي قلت انا ارسم لهواية كراسة رسم الخاصة بي في سيارتي اريد ان القي نظرة لقد تفاجأت للغاية لرؤية سلوكه العنيد قلت بنبرة غاضبة لا لا شكرا لدي واجبي لانهاء رجل الان امسك بيدي وقال لا يجب ان تأتي حقا معي انت على اي حال حر الان وبدأت في اعطائي نفس الابتسامة المتوترة الان هذه الخطوة رمى لي قبالة هوك قلت بصوت غاضب للغاية الاستماع لك غريب لا اريد ان اذهب معك اذا كانت لا تغادر الحق في هذه اللحظة ساتصل المالك وهناك كميرات امنية في جميع انحاء هذا المكان لذلك ما سيكون واستمر في التحديق به بعيون غاضبة الرجل ترك يدي على الفور ثم سار نحو طاولته وقف هناك يواجه ظهره في وجهي لبعض الوقت لم استطع ان اقول ما كان يفعله لذلك صرخت مرة اخرى هل حصلت على ما قلت الرجل ثم استدار في وجهي وغادر المطعم بهدوء بمجرد خروجه ذهبت واغلقت مدخل المطعم بمفاتيحي كان رأسي يحترق مثل الموقد استغرق الامر مني بضع ثوان لاهدأ قررت الابلاغ عن هذا العميل المخيف غدا اول شيء في الصباح كان المتجر هادئا اخيرا تنفس السعداء وذهبت لتنظيف طاولته كنت التقط صوانيه عندما تحرك ظل خلفي استدرت ورأيت نفس الرجل يقف خارج الباب بوجه خائف كنت على وشك الانفجار هذه المرة لكن الرجل اشار الى الهدوء واشار الى الصينية في يدي قبل ان افهم ما كان يفعله بحق الجحيم وذهبت عيناي الى صينية في يدي كان هناك منديل مطوي عليه عندما فتحت المنديل تجمد الدم داخل عروقي خوفا من ان يقرأ المنديل ان رجلا يجلس على فتحة التهوية فوق منضدتك لا تنظر فقط اخرج بهدوء كنت خائفا لانني لا اعرف ما كان من المفترض ان افعله الان يجب ان اذهب الى المنضدة على اي حال لان هاتفي هناك اخذت اللوحة ببطء والقيتها في سلة المهملات وبدأت في المشي نحو المنضدة عندما وصلت الى اسفل فتحة التهوية امسكت هاتفي اعلم انه لم يكن يجب ان انظر لاعلى والكم بدافع الفضول والتوتر لم استطع ايقاف نفسي عندما رفعت رأسي قليلا ونظرت الى فتحة التهوية التي توقف دماغي عن العمل رأيت زوجا من رجال المرعبين ينظرون الي مباشرة صرخت مثل الجحيم وركضت من اجل حياتي كانت يداي ترتجفان بشدة بينما كانت احاول فتح الباب بمفتاح وقبل ان اتمكن من القيام بذلك سمعت صوتا هائلا كما لو ان شخصا ما سقط على الارض من مكان اعل نظرت الى الوراء ورأيت شخصية شيطانية تقف على المنضدة مثل ضفدع وتصدر ضوضاء شنيعة مثل حيوان جائع صرخت بصوت اعلى وتمكنت بطريقة ما من فتح الباب بمجرد ان خرجت اخرجني الرجل من الخارج وكلانا اغلق الباب الذي كان لدى الرجل بالفعل مجرفة في يده واغلق الباب به لدرجة انني لم استطع التنفس لبدع ثوان بحلول هذا الوقت يبد الشرير بدأ الرجل في اغلاق الباب وهمس بشيء غير مسموع كان من الواضح من سلوكه انه ليس في حالة جيدة ان الرجل كان يتصرف مثل شخص مجنون ثم بدأ في نهب متجر مكدون الز باكمله مثل ذئب اشتعلت داخل قفص اتصلت على الفور بشرطة والمالك نظر الرجل الي وقال انا الان وانا اسف ولكن ثق بي لم اقصد ان اخيفك كنت على استعداد للمغادرة عندما ادركت انني نسيت هاتفي فيه المنزل فقط ثم ذهبت عيني الى فتحة التهوية اعلاه جهاز الكمبيوتر الخاص بك ورأيت شخصية بشرية تقف هناك وتنظر اليك لم يكن هناك طريقة اخرى بالنسبة لي لاعلامك بهذا لانني لم يكن لدي فكرة ما اذا كان هذا الشخص يحمل اسلحة معه ام لا توقف الين وبدأ يتنفس بشدة انفجرت في البكاء وادركت كم كان سيكون الامر فضيعا لو تركني الان وحدي طوال هذه الليلة مع هذا الشخص المجنون وجاءت الشرطة والقت القبض على الرجل في الشاحنة وتبين انها كانت شخص مشرد تسلل بطريقة او باخرى الى المطعم انا متأكد من ان هذا الشخص لديه بعض النواي السيئة للغاية وايضا حالته الذهنية كانت في حالة سيئة حقا وهو ما يمكن ان اقوله من رد فعله بعد ان تم القبض عليه لذا شكرا لك اعلان مرة اخرى على انقاذ حياتي في ذلك اليوم على رغم من انني كنت وقحا حقا معك واريد فقط ان اقول للرجل الذي يغادر حدث مكدونز قد لا نلتقي ابدا استيقظت كيمي بصداع رهيب استغرق الامر بعض الوقت حتى تدرك انها مستلقية على سريرها الليلة الماضية ذهبت الحفلة الى الخارج قليلا وحركت الستائر ببطء من نافذة غرفة نومها اضاء ضوء الشمس غرفتها المظلمة بخطوات متعثرة ذهبت كيمي الى الحمام وبدأت تغسل وجهها فجأة رن هاتفها واستدارت الى الوراء ولاحظت الهاتف ملقاة على الارض تحت سريرها الله كم كانت في حالة سكر قالت لنفسها انها ذهبت الى الامام والتقطت هاتفها كان ريك وكيم يعملان معا في الواقع ليلة الماضية كلاهما كان معا ذهبا الى حفلة في احد زملائهما اجاب كيم على الهاتف قائلا نعم ما الذي لم تستطع فهمه لثانية واحدة قال كيم بشكل مزعج ما تقول ريك انا لا احصل على كلمة واحدة من يدكم انها يمكن ان اقول من صوت ريك انه في رد ريك صدمة رهيبة بصوت مهتز كيم شيلي ميتة بدأت تبكي مثل طفل شعرت كيم ان السماء فوق رأسها ستصطدم بها في اي لحظة قالت بصوت عال ما انت كيف حدث ذلك قال ريك بنفس الصوت المنتحبي ان الشرطة تقول انها قتلت نفسها كيم كانت ابعد من الصدمة قالت بنفس النبرة الصادمة ماذا تفعل تقصد من قبل رجال الشرطة كيف يتورطون في هذا ريك قال لا استطيع ان اقول كل شيء اكثر الهاتف نوح وانا ذاهبون الى محطة المترو بالقرب من منزلنا قابلنا هناك في 15 دقيقة قبل ان تتمكن كيم من طلب المزيد من قطع ريك الهاتف جلست على سريرها بوجه مرعوب لقد مرت 6 اشهر منذ ان انضمت كيم الى مكان العمل الجديد هذا وهي تعمل كمصممة جرافيك لمجلة الازياريك وانوح تعمل في قسم الحزبات غالبا ما كانوا يتسكعون معا الليلة الماضية كانوا جميعا معا في منزل شونا الذي دعاه شونا تقريبا الجميع في الحفلة باستثناء شيلي تجنبها الجميع في المكتب نوعا ما بسا بطبيعتها المخيفة كان شيلي معجبا بشون حتى انها تقدمت له مرتين ولكن شونا اوضح تماما انه في علاقة بالفعل ولكن شيلي اصبحت مهووسة به وظل تراصله وتحاول اجراء محادثة معه بقوة فيه المكتب عدة مرات استمر سلوكها المطارد لمدة اسبوع حتى اعلن شونا خطبته الليلة الماضية القوشة وانا كانت شيلي تتصرف بغرابة شديدة بعد ان اعلن شونا عن زواجه ولم تتوقف عن التحدث الى اي شخص رأتها في العمل خلال الايام الثلاثة الى الخمسة الماضية عندما وصلت كيمي الى محطة المترو تمكنت من رؤية الناس يتجمعون على المنصة كان هناك رجال شرطة في كل مكان تم اغلاق المساري وتوقفت خدمة السكك الحديدية لم تدرك ما كان يحدث هناك فقط عندما رأت ريك ونوح يسيران نحوها من الحشد كانت وجوههم شاحبة ومبللة بالخوف سألت ريك هل سيخبرني اي منكم بما يحدث هنا بحق الجحيم مسح ريك دموعه وقال شيلي قفزت على المساري هذا الصباح وانتحرت تظهر اللقطات الامنية ان كان هناك عدد قليل جدا من الناس على المنصة اليوم كما هو الحال في صباح يوم الاحد كانت شيلي واقفة على المنصة فجأة اقتربت سيارة المترو من الجانب الاخر وعندما اقتربت منها قفزت على المسارات قالت نوح بصوت مرعوب ان رجال الشرطة اتصلوا بالمصعفين هناك دماء فيه كل مكان كانت لا تزال مستلقية هناك وحدقت في حفة المنصة بعيون خائفة ماذا تعني بانها لا تزال مستلقية هناك كان يجب على الشرطة ان تلتقط جسدها ماهو الخطأ الذي قالته كيم بصوت غاضب وبدأت فيه ما شريك نحو المسار لمنعها من قول لا كيم انت لا تفهمها ولكن قبل ان يتمكن من قول اي شيء ان كان كيم بالقرب من المسارات بالفعل كانت هناك بقع دم في جميع انحاء المنصة ولكن مع تقدم عينيها صاحت في الجزء العلوي من رئتيها وسقطت على المنصة كانت شيلي مستلقية على القطبان ولكن تمزق جسدها السفلي الى جزئين كان اسفل عجلات سيارة المترو بينما كان الجزء العلوي من جسدها ثابتا كانت عينها تنفجران بالدم الممتلئ داخلها كانت احشائها تتدفق من خسرها المشقوق وكانت دم في كل مكان كان جسدها مفتوحا على مصراعيه ربما كانت قد صرخت بألم رهيب عندما ركضت عربة المترو كان مشهدا شريرا لمشاهدة كيم لم تعد قادرة على تحمل ذلك بعد الان كانت تشعر بالغثيان رفعها نوح وريك وحملها الى الجانب الاخر من المنصة بدأت تتقيأ بعد فترة من الوقت اخيرا تماسكت وجلست على درج المترو جاء شرطي وعرض عليها بعض الماء جاء المصعفون واخرجوا جثة شيلي المقطوعة عندما وصل الثلاثة منهم الى منزل كيم كان بعد الظهر تقريبا جلسوا على الاريكة لا احد منهم يمكن ان يعتقد ان شيليا لم يعد نوح كسر الصمت المحرج وقال هل اخبر اي شخص شوان عن هذا ريك قال لا اعرف دعني اتصل كان كيم يجلس مع وجه شاحب فارغ ريك يشك في رقم شوان واخبره عن هذا الحدث المؤسف جاء رد فعل شوان كما قال شوان الصخري الضخم بصوت غاضب يا رجل انا لست صديقها ولا انا صديقها انا حقا لا افهم لماذا الجميع يتصل بي منذ هذا الصباح ويجعل حياتي بائسة هذه ليست غلطتي يا رجل هي افترضت اشياء من تلقاء نفسها يرجى توقف عن توريتي في هذا كيم لا يمكن ان اصدق كلمات شوان فقدت اخيرا ذلك انتزعت الهاتف من يدريك وقالت لا استطيع ان اصدق انك مثل هذا الوغد الاناني شوان توفي للتو احد زملائنا وفاة فضيعة كل ما يمكنك القيام به هو اظهار بعض تعاطف اشعر بالسوء حقا لشيلي للوقوع في الحب مع مثلكة ثم قطعت الهاتف والغضب ريك واصيب نوح ايضا بساب سلوك شوان القاسي في اليوم التالي عندما عاد الجميع الى العمل لاحظت كيم شوان يقف في الكافيتيريا ويضحك معه نظر اليها عدد قليل من زملائها في العمل كما لو ان شيئا لم يحدث وقالوا لها مرحبا كيم لكنها تجاهلته وابتعدت والى اليوم لم تتحدث كيم مع شون وتجنبته تماما قام موظف المكتب بتزيين مكتب شيلي بالشموع ووضع صورة لشيلي حيث كانت ابتسم مثل فتاة سعيدة وقفت كيم امام مكتبها والدموع في عينيها لم تستطع الا ان تعتقد انه بغض النظر عن نوع الشخص الذي كانت عليه لا احد يستحق ان يموت مثل هذا الموت رهيب بعد العمل الذي كان تغادره الى المنزل عندما جاء نوح وسألها اومأت كيم برأسها واجابت نعم اعتقد ان نوح سأل بصوت متردد امريك وكانت افكر في الذهاب لتناول مشروب هل ترغب في الانضمام الينا في اي يوم اخر كانت كيم ستذهب بحماس ولكن الان كل ما تريده هو العودة الى المنزل والاستلقاء قالت كيم بصوت متعب لا شكرا من الافضل ان اذهب الى المنزل وانا ما تركت المكتب لم ترغب كيم في ركوب المترو ولكن هذا هو اسرع خيار لها للوصول الى المنزل نظرت الى ساعتها كانت الساعة ثماني مساء بالفعل كان هناك عدد اقل من الناس في الشوارع بسبب الطقس البارد مشك يم على مضض نحو مترو الانفاق اثناء النزول امسك الدرج باحساس تقشعر له الابدان عمودها الفقرية وهي لا تعرف لماذا كانت تشعر بان شيئا سيئا كان سيحدث هنا مرة اخرى بينما كانت تسير نحو المنصة بدأت تتعرق في خوف والكن بعد النظر الى اسفل المسارات هدأت قليلا كانت المسارات نظيفة وواضحة لم يكن هناك اي علامة على ان كيم الدم جلس على مقاعد المنصة وانتظر وصول قطارها كان هناك شخصان الى ثلاثة اشخاص على المنصة لكن جميعهم كانوا ينتظرون القطار على الجانب الاخر وقفت منصة المترو الفارغة بصمت امام عينيها وجاء قطر الجانب الاخر وغادرت مع بقية الاشخاص الذين ينتظرون على المنصة الان كانت كيم وحيدة تماما في هذا المترو الطويل ونظرت الى الجدول الزمني وعليها ان تنتظر عشر دقائق اخرى لركوبها والشعور بالوحدة في نفس المترو حيث انتحر زميلها بالامس لم يكن مريحا للغاية كان تمر بكل هذه الافكار المزعجة فقط عندما سمعت صوتا غريبا شعرت وكأن شخصا ما يتم جره على الارض ثم حدث صوت غريب اخر لا اعرف كيف ينبغي للمرء وصفها والكن اذا كان على المرء ان يضع الصوت في كلمات كان الامر كما لو ان تيكي تيكي كيم لم تكن تعرف ماذا تفعل فقط عندما ذهبت عينيها على حفة المنصة فما الذي حدث بحق الجحيم انها رأت اصابعا على حفة المنصة تمسك بالارض قبل ان تتمكن من رؤية المزيد فجأة لمست يدها كتفها وكادت تصرخ في خوف والكن عندما استدارت رأت شون يقف هناك بوجه متفاجئ قال شوان بابتسامة محرجة لم اقصد ان اخيفك قال كيم كل شيء على ما يرام بصوت مرتاح لا تفعل ذلك ابدا ثم قال ماذا تفعل هنا قال شوان انا جئت للاعتذار عن سلوكي في وقت سابق كيم يجب ان تعرف انني صدمت على حد سواء سماع عن وفاة شيلي ولكن لم يكن خطأي كنت تعرف انك تعرف افضل من اي شخص كيف جعلت حياتي بائسة لن اقول انا سعيد انها ماتت ولكن لا استطيع ان افعل اي شيء حيال ذلك اما كيم لم يقل اي شيء كما ذهب شوان على شرح كيف لم يكن خطأه في شيلي كان مريض عقليا شوان كان ينهي جملته حول كيف كان ينبغي ان يزور شيلي طبيب نفساني فقط عندما حدث هذا الصوت مرة اخرى توقف شوان وقال هل سمعت ذلك ام انه فقط قال كيم فيه نغمة مشوشة لا فعلت ايضا نظروا الى المسار القريب حيث كان هذا الصوت قادم بدأ شوان في المشي نحو حفة المنصة لمعرفة ما كان كيم معه ايضا ولكن ما رأوه بعد ذلك توقف قلوبهم شوان سقطت على الارض وكيمتمسك بالعمود القريب يتنفس بشدة لم يخرج ايه صوت من فمها كان شيلي او ينبغي للمرء ان يقول انه كان شبح شيلي كانت تجلس على القبان ولكن فقط الجزء العلوي من جسدها كان شعرها يقتر الدم كان فمها اجوفة وفتح احشائها كانت معلقة من نهاية جذعها سحبت نفسها من القبان بيديها وبدأت تعرج نحوه بدأ شون يصدر صوتا فضيعا بدأ شوا في الزحف مرة اخرى في خوف وكان على وشك النهوض ورقض فقط عندما وقع حادث فضيع امام عيني كيم قام شبح شيلي شوا بتقطيع جثة شوا الى جزئين يتناثر فيهم الدم في جميع انحاء المنصة وترددت صرخة شون المؤلمة داخل متر الانفاق بينما اغمي على كيم في ذلك الوقت ولا يزال هناك كيم في المستشفى كل ما سمعته في الاخبار هو ان الكاميرا الامنية لمتر الانفاق قد التقطت لقطات غريبة لتلك الليلة اظهرت الكاميرا كيم وهي تقف مرعوبة وهي تلتصق بالعمود القريب بينما زميلتها شوا مستلقية على الارض تلهث وتلهث للهواء الشيء الغريب هو انه لا يوجد احد اخر على المنصة ولكن فجأة ينقسم شوا الى نصفين يرشان الدماء في كل مكان ويموت موتا مروعا حاولت الشرطة عدة مرات ان تأخذ بيانا كيم حول الحادث لكن كيم لم تنطق بكلمة واحدة منذ ان حدقت في سقف المستشفى مثل مخلوق هامد انا متأكد من انكم جميعا على دراية تمت ببرنامج الواقع التلفزيوني كل في العام الذي يقدمون فيه موسما جديدا مع مجموعات جديدة من المشاهير هناك العديد من التعديلات لهذا العرض بلغات مختلفة هذه هي قصة ريتشارد الذي عمل في فريق انتاج عام 2018 الاخ الاكبر كانت وظيفته هي تركيب الكاميرات في جميع انحاء منزل الاخ الاكبر ثم تحقق من اللقطات لمعرفة ما اذا كانت جميعها تعمل بشكل صحيح بدأ عمل الطاقم قبل اشهر من بدء العرض الفعلي كان ريتشارد مستعدا للمغادرة الى لوس انجلوس حيث كان العرض على وشك الحدوث قام بتعبئة حقائبه واتصل بالمورد واخبره الوصول الى هناك مع جميع المعدات والقول عاملة التي حصل عليها في سيارته وبدأ يقود سيارته نحو مجموعة الاخ الاكبر بعد ساعة ونصف رأى اخيرا البوابة الكبيرة لمنزل الاخ الاكبر الذي دخل منه من خلال تلك البوابات مركونة سيارته على الجانب الايمن مدير الانتاج جيمس كان يقف عند البوابة يتحدث الى الموردين كان رجلا لئيما حد الوجه كان دائما ينظر اليه يمزح مع زميلات العمل فيه مجموعة ريتشارد كان يقف هناك فجأة جاء سيميث اليه وقال كيف تحب هذا الموقع كان سيميث حارس الامن هنا ريتشارد سمالدون قال هذا هو منزل كبير ومن المستغرب لماذا هم لم يختر هذا الموقع في وقت سابق نظر سيميث حوله وقال بصوت منخفض قابلني في الغداء سأخبرك لماذا وصار نحو البوابة ريتشارد فكر في نفسه لماذا كان سيميث غامضا جدا فجأة في النهاية مشى الى غرفة الشاشة للتحقق من اعداد الكاميرا كانت غرفة الشاشة تحتوي على ثلاث شاشات مسطحة كبيرة عرضت لقطات لجميع غرف المنزل امسك ريتشارد باقرب كرسي وبدأ في التحقق من توصيل كل كاميرا مثبتة في تلك الغرف التي امامها شهر واحد لبدل عرض المنزل فارغ تماما في الوقت الحالي جاء المورد اليه حوالي الساعة اربع مساء وناقشوا الاعمال الفنية الاخرى يخرج ريتشارد لاخذ قسط من الراحة حوالي الساعة ستة مساء عندما خرج من الاستوديو ادرك ان معظم الناس قد رحلوا الان اعتاد ريتشارد على البقاء متأخرا في مجموعات تصوير كانت وظيفته هي الاعتناء بكل الدعم الفني والتأكد من انها تعمل بشكل جيد دون اي مشاكل اثناء اطلاق النار اشعل سيجارة ولاحظ ان الغرفة الصغيرة بالقرب من بوابة سيميث تعيش هناك كان ريتشارد يقف على الارض يدخن من تلقاء نفسه فقط عندما ظهر شيء ما في ذهنه تذكر سيميث قائلا قابلني على الغداء وساخبرك لماذا فكر في زيارته والدردشة معه لفترة من الوقت بدأ ريتشارد في المشي نحو الغرفة الصغيرة كان المكان صامتا لدرجة انه كان يسمع كل خطوة له عندما وصل الى الغرفة التي رأى سيميث يحتسي الشاي من فنجان اعطاه سيميث ابتسامة كبيرة وقال من فضلك اجلس هنا جلس ريتشارد على الكرسي وبدأوا يتحدثون وسأل ريتشارد عما كان تتحدث عنه في فترة ما بعد الظهر اصبح وجه سيميث فجأة جادا وقال انها مجرد قصة مخيفة ولكن الان اعتقد انه لا ينبغي ان اخبرك لانك ستبقى هنا ليلة بمفردك داخل الاستوديو وبدأت تضحك ريتشارد فهم ان سيميث وصفه بالجبان بشكل غير مباشر لذلك اصبح اكثر اصرارا اجبره على سرد القصة ووافق سيميث اخيرا الشهر الماضي على ان فريق انتاج الاخ الاكبر قام بتجديد هذا المكان لتصوير الموسم الحالي قبل ان يظل هذا المكان مهجورا لمدة خمس او ست سنوات اخبرني حارس الامن الذي كان يعمل هنا قبلي بهذه القصة المخيفة جدا عن هذا المكان الذي قال انه قبل بضع سنوات كان هذا المكان مخصصا للاختبار الوافدون الجدد وتصوير مشاهد صغيرة من الافلام كانت هناك فتاة جميلة تدع كثي جاءت لتجربة اداء فيلم جيمس ثم كان مديرا مبتدئا هنا كان لديه بالفعل سمعة سيئة لمغازلة النساء في العمل يقول الناس انه وعد باعطاء كثي استراحة كبيرة في الفيلم وحبسها في حبه كان ينظر اليها دائما في موقع تصوير والكن بعد نقطة تحول اهتمام جيمس الى فتاة اخرى ترك كثي في النهاية واخبرها ان تغادر هذا المكان في احدى الليالي كان جيمس يعمل في وقت متأخر في الاستوديو عندما جاءت كثي للتحدث معه كان حارس الامن يعرفها ويحبها طبيعتها المهذبة لذلك سمح لها بالدخول الى البوابات ذهبت الى غرفة جيمس وبدأت في البكاء لخيانتها خاضت معركة فضيعة وفي صباح اليوم التالي وجد الحارس جثتها الميتة تطفو على حمام السباحة في الجزء الخلفي من الاستوديو يقول الناس انها انتحرت بسبب الحزن كان جيمس على اتصال جيد لذلك لم يواجه اي اتهامات جنائية سأل ريتشارد جيدا هذا امر مؤسف ولكن ما هو مخيف في هذه القصة اشار سميث الى المنزل وقال ان الكثير من الناس رأى امرأة تطفو رأسا على عقب في بركة هذا المنزل اولا اعتقدوا انها جثة ميتة ولكن عندما ذهبوا للاتصال بالاخرين وعدوا الى هناك لم يكن هناك احد في البركة يعتقد الكثيرون ان شبح الفتيات لا يزال يطارد هذا المكان ضحك ريتشارد بصوت عال وقال ان هذه مجرد شائعات سميث لقد عملت في وقت متأخر من الليل وحد فيه العديد من المجموعات هناك لا يوجد شيء مثل الاشباح عليك ان تحاول بجدية اكبر اذا كان تريد اخافة ابتسم سميث ولم يقل اي شيء اخر نظر ريتشارد الى ساعته وقال انها الساعة ثماني مساء يجب ان اعود الى العمل ولكن تصل بي اذا رأيت اي اشباح حول الرجل وغادر الغرفة وهو يضحك اثناء ذهابه داخل الاستوديو رأى الردهة الفارغة ملقاة امامه في نهاية الردهة كان هناك جدار زجاجي ضخم يواجه مباشرة بركة المنزل لم يكن هناك احد بجانب المسبح ايضا كان المسبح متسخا جدا اخبر ريتشارد الموارد ان يرسل الناس غدا لتنظيفه مشى الى غرفته وجلس على كرسيه كانت كل غرفة في المنزل مستلقية امام عينيه قرر التحقق من لقطات الساعات القليلة الماضية لتحليل اداء الكاميرات في الاخ الاكبر تظهر هذه الكاميرات هي ادات مهمة جدا لعب لقطات من القليلة الماضية ساعات وبدأ في تمرير من خلاله مساحة تناول الطعام فحص المطبخ فحص منطقة الحمام فحص الحديقة وفقط عندما انتقل الى منطقة المسبح كان يرتجف من البرد ركض في عموده الفقري الذي كان تلك الفتاة التي تقف بالقرب من المسبح قام بسرعة باعادة توجيه اللقطات واكتشف ان الفتاة وقفت بالقرب من المسبح لمدة ساعة تقريبا واختفت فجأة ظهرت قطرات من العرق على جبهته قال لنفسه كان سميث يقول الحقيقة ان هذا المكان مسكون حقا بشبح امرأة ما اغلق على الفور اللقطات السابقة وفتح التصوير الحالي الكاميرا في حمام السباحة لم يكن هناك احد هناك في الوقت الحالي هو هذا المقلب الغبي الذي يحاول سميث ان يسحبه اعتقد انه كان يفكر في نفسه فقط ثم سمع صرخة مرعبة وعينيه علقت على الشاشة كانت هناك امرأة في حمام السباحة كانت تطفو رأسا على عقب لم يستطع ريتشارد ان يصدق عينيه ركض الى الجدار الزجاجي على الممر وما رأاه جعل بشرتها تسحف في خوف كان هناك امرأة تطفو بالفعل على حمام السباحة جسدها كان ريتشارد هامدا قالت بصوت منخفض خائفة يا الهي فجأة رفعت المرأة وجهها لم يره ريتشارد مثل هذا الوجه المخيف كان جلد وجهها شاحبا ومتعفنا وكانت عينها الكبيرتان العريضتان تخرجان تقريبا من مآخذ العين التي نظرت اليها ريتشارد وفتحت فمها من فمها المجوف الداكني بدأت الديدان في الخروج سقط ريتشارد على الارض خوفا من ان يصرخ ولكن لم يخرج منه اي صوت نهضت المرأة وصارت ببطء نحو الجدار الزجاجي كانت تقف الان بالقرب من ريتشارد كان زجاجه تقسيم الوحيد بينهما كانت اظافرها تتدل من اصابع متعفنة بدت مرعبة للغاية وكانت الملابس مبللة بالماء ظل تحدق به ثم بدأت تضحك كان صوتها مرعبا للغاية شعره ريتشارد ان الزجاج سيتحطم بصوتها نهضة وبدأ يركض نحو البوابة لحياته بمجرد ان خرج من المنزل ركض مثل مهووس الى غرفة سيميث صدم سيميث لرؤية ريتشارد مذعورا قبل ان يتمكن من معرفة ما حدث تم ادخال ريتشارد الى المستشفى الذي اقام فيه لمدة اسبوع بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولم يعد ابدا الى مجموعة الاخ الاكبر الذي ترك العقد مشيرا الى حالته السحية السياد جاءت حالة سيميث لزيارته في المستشفى ولكن ريتشارد لم يقل كلمة واحدة له الذي سيصدق ريتشارد ان الجميع سيعتقدون انه فقد رأسه بعد سماع قصة مخيفة واختلق كل شيء حتى اليوم يرى ريتشارد كوابيس انه يقف بالقرب من الزجاج وان تلك المرأة المرعبة تحدق به وتضحك مثل معتوه اعتاد والداي على القتال طوال الوقت كانت في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت في يوم من الايام لم استطع تحمله بعد الان واقتحمة المنزل كان هناك شاطئ صغير بالقرب من منطقتنا كانت اذهب اليه في كثير من الاحيان نزهة هناك في الليل كان النسيم البارد القادم من البحر يهدئني كلما كان تحت الضغط على الشاطئ وقفت في منزل قديم مهجور كلما جئت الى الشاطئ هذا المنزل جذبني نوعا ما لكنني لم اذهب الى الداخل في تلك الليلة كانت منزعجا جدا كان لدي بعض المخبئ مع نفسي لذلك فكرت في تدخين داخل ذلك المنزل بينما تقوم الشرطة بدوريات على الشاطئ في الليل كانت شجيرات منزل خشبي من طابقين تم عليه على رغم من ان الباب كان مقفلا وجدت نافذة مكسورة للوصول الى النافذة ادت الى غرفة نوم صغيرة في الطابق الارضي هناك كان سريرا مهترئا كرسيا مكسورا والكثير من الغبار والقمامة ملقاة على الارض من تلك الغرفة وقفت ممرا طويلا يؤدي الى قاعة وسلالم الى غرف الطابق الاول كانت في العديد من رحلات تخييم ورحلات الفردية لذا لم يزعجني ان اكون وحدي في ذلك المنزل القديم المهجور في البداية امسكت بصندوق ملقف زاوية الغرفة وجلست عليه عن طريق وضعه بالقرب من النافذة التي دخلت منها المنزل كانت الرياح تلعب بشعري وبدأ عقل المضطرب في التهدئة في النهاية عندما سمعت صوت شخص ما يهمس كانت مرتفعا بعض الشيء لذلك بعض النظر فيه جميع انحاء الغرفة ولم اجد شيئا تجاهلت ذلك معتقدا انها خدعة لعبها عقلي علي امواج البحر برفقة ضوء القمر جعل المنظر من النافذة مهدئا وحالما لا اعرف كم من الوقت جلست هناك هكذا لكن انتباهي تحول الى حدث غير متوقع للغاية عندما اقترب صوت هامس لرجل من اذني هل يمكنني الحصول على الولاعة التي استيقظت على الفور واستدرت نحو الصوت الذي العب به كرة السلة في المدرسة حتى اكون مراهقا صحيا وقويا اجبت بشكل صادم ما ولاحظت ارتفاعا متوسطا رجل نحيل يقف في منتصف الغرفة بابتسامة محرجة مع لفتة دفاعي المفاجئة شعر بالخوف ايضا وهو ما يمكنني قوله من وجهه قال مرة اخرى بنفس الصوت المنخفض ام اسف لازعاجك في الواقع لقد وجدت هذا المنزل المهجور وفكرت في تحطم الليلة هنا كان من الواضح ان ندرك من ملابسه ان هذا الرجل ربما يكون رجلا بلا مأوى كان وجهه يشير بوضوح الى انه ضعيف جدا ولم يأكل منذ ايام قلت لا بأس انا لا اعيش هنا اما فقط جئت للتدخين هذه ولاعتي وسلمته الولاعة التي اجابها بنفس الابتسامة المحرجة اقول شكرا لك انا جيرمي كارترا وانت اجبت بصوت غير مهتم من انا كيفنا انا اعيش في الحي القريب اعاد للرجل ولاعتي وذهب للجلوس على السرير ثم قال اذا كنا تريد البقاء في هذه الغرفة الليلة يمكنني مغادرة المنزل لن تكون مشكلة نظرت الى البحر مرة اخرى واجبت انه لن يكون من الضروري ان اغادر بعد بعض الوقت سألته كيف دخل الى المنزل الذي اجاب انه تسلق من المنزل من الخلافيوة دخلنا من شرفة الطابق الاول وبدأنا نتحدث لانه بدى غير مؤذي اخذ الرجل السحب الاول من السيجارة وسعل قليلا سألته ان هذا المنزل كان شاغرا لفترة طويلة الان حتى لو كان تعيش هنا لن يزعج احدا اعتقد ان الرجل ضحك بصوت منخفض ولكن حد وقال يبدو انك لا تعرف عن تاريخ هذا المنزل ظهر شعور بالفضول على وجهه سألت عن التاريخ الذي زفر فيه الرجل غيوم الدخاني وقال ان هذا المنزل كان ملكا لزوجين مسنين ولم يكن لزوجين اطفال خاصين بهما يقول الناس ان هذا الشعور بالفراغ خلق مشاكل بينهم اعتادت الزوجة على القتال طوال الوقت حتى اصبحت مريرة لدرجة ان الزوج غالبا ما يقضي الليلة خارج المنزل في احدى الليالي كان تمطر بغزارة حقا عاد الزوج الى المنزل بعد ان كان في حالة سكر شديد وناد باسم زوجته بصوت عال كان يتوقع الكثير من الصرخات المذية من زوجته السمة ولكن هذه المرة كان المنزل في صمت عميق بغض النظر عن عدد المرات التي ناد فيها باسمها لم تجب ركض الى غرفة النوم في الطابق العلوي ووجد جثة الزوجة الميتة معلقة من السقف على الرغم من جعلت زوجته حياته بائسة لانه لا يزال يحبها يقول الناس ان الزوج انتحر ايضا في تلك الغرفة نفسها ابتسمت وقلت جيدا ان كل منزل يمتلك تاريخا فضيعا لسماعه ولكن هذا حدث منذ فترة طويلة لماذا هذه مشكلة الان سعل الرجل بصوت منخفض مرة اخرى وقال ان الناس يقولون ان روح الزوجة لا تزال تطارد هذا المكان تبحث عن زوج حتى انني سمعت خطوات على الدرج في الرضهة حوالي منتصف الليل ولهذا السبب اخترت فقط قضاء الليلة في هذا المنزل عندما لا يكون لدي مكان اخر اذهب اليه كان باب غرفتنا مفتوحا رأس الممر المظلم وبصراحة لقد اصابني ذلك بقشعريرة ولكن بعد ذلك قلت ان هذه كلها قصص مصطنعة وبدون اهانة ولكن يمكنك سمع اشياء كثيرة عندما تنتشي وضحكت لتخفيف المزاج الذي يكسر الصمت غير المريح للغرفة قلت كيف تبدو الغرفة في الطابق العلوي التي قال الرجل انها فوضوية وغير منظمة ولكن في حالة افضل من هذه قلت انني لم اصعد ابدا الى الطابق العلوي في الواقع لقد دخلت هذا المنزل اليوم فقط نهض الرجل على الفور وقال بصوت مذعور يجب لا تصعد ابدا الى الطابق العلوي ولن تعجبها ابدا قبل ان اتمكن من ذلك اسأل اكثر ان دفع الرجل نحوي وقال بنبرة مذعورة هل تسمع ان الرجل الذي يقف حقا بالقرب مني اخافني نوعا ما ايضا قلت بصوت مكسور ما الذي يسمعه الرجل ثم ادار عينيه ببطء نحو الممر وقال انها قادمة استمع الى خطواتها كانت على وشك دفعه بعيدا عن القاء مثل هذه النكات الغبية ولكن قبل ان اتمكن من القيام بذلك وقفت كل حواسي وسمعت صوت خطوات شعرت ان شخصا ما يسير على الدرج اذني لم استطع ان اصدق ما كانت اسمعه القاية السجارة من النافذة ووقفت على وقع خطوات تقترب هذه المرة امسك رجل بيدي وقال هيا يجب ان اختبئ تحت السرير او ستأتي لقد كانت منتشيا بالفعل وكانت هذه الاحداث المفاجئة كافية لاغلاق حواس العقلانية دون القفز من النافذة لا اعرف لماذا اتفقت مع هذا المجهول الغريب زحف الرجل تحت السرير وفعلته الشيء نفسه ايضا كانت مستلقيا تحت السرير وكان قلبي يتسارع بسرعة كان الرجل على يساري كانت عيناه واسعة لقد شعر بالذعر ايضا والمحلي ان اكون هادئا تماما من خلال وضع اصبعه النحيف القذر على شفتيه كانت اصوات خطا تقترب اكثر فاكثر في كل دقيقة كانت اشعر ان قلبي سيخرج من فمي في اي وقت الان يمكنني ان ارى الارض ملقاة تحت السرير عيناي علقتاني على المدخل لانني كنت اتوقع دخول شخص ما في اي لحظة الان كانت اخبر ذهني مرارا وتكرارا ان كل شيء في رأسي ولكن خط الاقدام كانت حقيقية للغاية ولكن ما حدث بعد ذلك اغلق كالاتخميناتي دخل زوج من القدمين يرتديان كعبا نسائيا الى الغرفة التفت الى اليسار ورأيت الرجل لم يكن هناك فكرت في نفسي الدموي ركض بعيدا ترك لي في هذا المنزل المسكون كانت مشتة جدا من صوتي خطا انني فشلت في ملاحظة عندما تسلل الرجل سررا من هذه الغرفة زوج من القدمين بدأت في المشي في جميع انحاء الغرفة لم يكن لدي اي شجاعة اليسار للخروج ومواجهة شبح امرأة ميتة لذلك التزمت الصمت ذهبت القدمين الى النافذة ثم التفت نحو المدخل كان على وشك الخروج وشعرت بالارتياح تفكير بمجرد ان يفعل ذلك سوف تحصل على الجحيم من هنا الى الابد ولكن الحق على عتبة الباب توقفت تلك الاقدام الان التفت نحو السرير وجاء صوت امرأة الى اذني استطيع ان اراك تحول وجهي الى قطرات شاحبة من العرق مزدحمة جبهتي بدأت الهث بشدة بينما كانت تلك الاقدام قادمة نحو السرير الان اغلقت عيني عندما وصلت امامي كانت اعرف ان هذه المرأة سوف تختلص النظر تحت السرير الان وقد تقتلني كانت اامل فقط في الخروج من هنا مباشرة عندما سمعت صوت المرأة مرة اخرى قلت من انت بحق الجحيم فتحت عيني وهي تلهث وتلهث ورأيت امرأة عجوز تنظر الي بعيون صادمة اخبرتني بصوت جوقة تخرج الان ايها المراهقون الاغبياء حاولت منزلية الى منطقة تدخين تخرجون منها زحفت ببطء من السرير ووقفت هناك بوجه جاهل شرحت الموقف باكمله للمرأة وقلت كيف ان رجلا يدع جيريمي كارتر اخافني بقصة شبح غبية اصبحت المرأة اكثر غضبا وقالت هل هذا نوع من المزاح هل تحاول ان تكون ذكيا معي لم استطع فهم كلماتها لذلك ظللت احدق بها بشكل صريح قالت بصوت عال زوجي جيرمي كارتر كان ميتا لفترة طويلة حقا الان كلما قبضت مراهق يدخن في بيت القديم انه او انها تقول لنفس القصة يا رفاق ليس لديك اي شيء لتفعله في الحياة غير ازعاج امرأة عجوز من خلال نهب منزلها انها تحاول بيع رأسي بدأت فيه الانفجار كما لو كان شخص ما اشتاحت الارض الحق قبالة من تحت قدمي كل هذا الوقت كانت مع شبح وانا لا يمكن ان نفكر بعد الان ركضت على الفور من المنزل ظلت المرأة تقف بالقرب من النافذة وشتم لي للعب مثل هذا غبي نكتة عليها بعد بضعة ايام كانت اتحدث الى والدي عندما سألته عن المنزل على الشاطئ قال والدي نفس القصة بالضبط التي اخبرني بها جيريمي كارتر في تلك الليلة مضيفا ان العديد من الناس رأى وشبح الزوج كانت متأكدا في هذا الوقت من ان الرجل الذي قدم نفسه على انه جيريمي كارتر كان الزوج الميت لكن والدي اضاف المزيد من التفاصيل الى القصة قال ان العديد من سكان المدينة ادعوى رؤية شبح امرأة عجوز ايضا تتربص في المنزل ليلا واذا صادفتها ستقدم نتزوجة جيريمي كارتر وتحاول بيع المنزل ما زلت لا اصدق انني قابلت مع روحين مسكونتين في منزل الشاطئ المهجور هذا لم اذهب الى ذلك المكان منذ ذلك الحين ما زلت في حالة صدمتي بعد هذا الحادث لكنني اشعر ان مشاركة هذا الحادث امر مهم انا مولي اعيش في بلدة صغيرة في فيرجينيا الغربية غالبا ما يكون سكان بلدتنا لطيفين مع بعضهم البعض ولا يكاد يكون هناك اي ازعاج هنا غالبا ما اخرج مع اصدقائي بعد المدرسة الثانوية كونك مراهقا في المدرسة الثانوية امر صعب خاصة عندما تبحث عن مغامرات بالكاد تكون ممكنة في بلدتنا المملة تقع مدرستنا بالقرب من الغابة بعد يوم واحد مدرسة صديقي جو وانا كنا جالسين في ارض المدرسة فجأة اشار جو الى الغابة وقال ان النظرة ليست تلك المرة التي تابعت فيها عينيه ورأيت صديقي تيم يخرج من الغابة ويمشي نحو لقد فوجئت قليلا برؤيته يدخل الى هناك عندما اقترب منا رأيت عينيه حمراء وادركت انه منتشي سألته ماذا تفعل هناك اجاب تيم بنبرة غريبة الاطوار مستمتعا ثم بدأ في الضحك سأله جو ماذا فعل ابتسمت يا صديقي تيم وارانا بعض الحبوب في كيس بلاستيكي صغير وقلت انني قابلت للتو رجلا الليلة الماضية انه يبيع مخبأا جيدا حقا كما تعلم ذهبت للحصول على المزيد منه اليوم لم يكن هذا امرا مقلقا للغاية لرد عليه لانني دخنت ايضا الحشيش مع اصدقائي لكنني كنت قلقا بشأن رؤية تيم لهذا الغريب الكامل في اماكن منعزلة لشراء دوية ليست كذلك امن على الاطلاق قلت بصوت قلق هل تعلم ان هذا الرجل ليس غير امن بعض الشيء لمقابلته في اماكن منعزلة سخر مني تيم وقال بشكل جيد لا يمكن للناس شراء المخدرات من متجر محلي بدأت واندا وتيم وجو يضحكون علي لقد كانوا اصدقاء جيدين لذلك لم امانع في نكاتهم الصغيرة توجهنا جميعا الى المنزل وذهب اليوم كالمعتاد كانت جالسا في غرفتي احاول الدراسة عندما تلقيت رسالة نصية من جو تقرأ رسالة نصية غدا حفل شواء العشاء في منزلي اخبرتين بالفعل اراك غدا لانني قلت بالفعل اننا نعيش في نفس المدينة وكانت منازلنا قريبة من بعضها البعض لذلك كانت عائلتنا قريبة بما فيه الكفاية اخبرت امي عن دعوة العشاء الى منزل جو ووافقت غدا على السبت لذلك كانت متحمسا للحصول على بعض المرحمة في اليوم التال استعدت اصدقائي وذهبت الى منزل جو مع فطيرة محلية الصنع اعدتها امي لتقديمها كهدية رتبت عائلة جو حفل شواء في فنائهم الخلفي وجلسنا نحن ثلاثة في الزاوية وبدأنا في تناول لحم المشوي وكان والد جو مشغولين بمفردهما لذلك كنا نحن الثلاثة فقط نسترخي في الفناء الخلفي تحت سماء مليئة بالنجوم كنا نتحدث عن النميمة المدرسية واشياء عندما قال تيم انني سالتقي بهذا الرجل مرة اخرى ليلة غد قال انه حصل على بعض الاشياء الجيدة حقا قال جو ان المتأنق يقابل تاجر مخدرات في الغابة ايضا في اجاب تيم في ليلة محفوفة بالمخاطر بنبرة مهملة لا هذه المرة طلب مني مقابلته تحت جسر كولشتر حوالي ساعة السابعة ونصف مساء جو ونظرت الى بعضهم البعض مع وجه شاحب قال جو بصوت مفاجئ للغاية انتظر هل تعني انك ستنتظر بمفردك ليلا تحت جسر الرجل الارنب بدأتين في الضحك بطريقة ساخرة وقال يا الهي من فضلك لا تكن غبيا جدا الرجل الارنب هو مجرد قصة مختلقة لاخافة الاطفال الرجل الارنب هو اسطورة حضرية نشأت من حادثتين في مقاطعة فيرفكس فيرجينيا في عام 1970 لكنها انتشرت فيه جميع انحاء واشنطن منطقة العاصمة تحتوي الاسطورة على العديد من الاختلافات معظمها يتعلق برجل يرتدي زي ارنب يهاجم اشخاصا بفأس او فأس ويطعنهم حتى الموت وتحدث معظم القصص حول جسر كولشتر فوق جسر سكة حديد جنوبية والذي يقع للأسف في بلدتنا كل طفل صغير وبالغ في هذه المدينة يدرك هذه الاسطورة يقول بعض الناس ان رجل الارنب الذي كان في الواقع قاتلا متسلسلا قد مات منذ فترة طويلة لكن روحه لا تزال تطارد النفق تحت جسر كولشتر لقد فزعت قليلا من كل هذه المحادثة ومن ثم نهضت لذهاب الى الداخل يا رفاق دعونا نذهب الى الداخل كما ان المكان مظلم حقا هنا قلت بصوت ضعيف او ما سيأتي به الرجل الارنبو ويطعننا هي سخرت مني مولي تيم وبدأت في الضحك لقد فقدت صوابي هذه المرة وقلت اسمعيها الاحمق وانا ايضا اتفق معه جو انه ليس من الامن على الاطلاق مقابلة تاجر مخدرات تحت هذا الجسر تريد ان تكون اشجع واحد سواء كان ذلك ولكنك اغبى واحد ايضا غضبت حقا وقلت نعم انا لست جبانا مثلك الان هذا غضبني حقا لذلك قلت حسنا تعتقد انت فقط من يمكنه التعامل مع الاثارة والخطر ساذهب معك ايضا قال جو بصوت متلعثم يا رفاق لا اعتقد ان هذه فكرة جيدة تيم لماذا لا تخبر هذا الرجل بمقابلتك في مكان اخر لكننا تجاوزنا بالفعل نقطة النقاش لذلك قلت اننا ايضا سنذهب مع تيم وهذا نهائي تناولنا العشاء في منزل جو وعدنا الى المنزل جو وقررت مقابلة تيم في اليوم التال حوالي الساعة سبع مساء لم اخبر والدي عن هذه الحلقة باكملها لانني علموا انهم سيغضبون حقا اذا علموا اننا ذاهبون الى جسر الرجل الارنب اخدت مصباحي اليدوي ولاغراض السلامة اخدت سكين صيد والدي معي ارضت فقط ان اكون مستعدا لأي خطر التقينا جو وتيم في الطريق وبدأنا جميعا نسير نحو جسر الارنب حتى في وضح النهار وبالكاد يذهب الناس الى هناك وكان الشارع المؤدي الى وجهتنا فارغا تماما وتحيط به الغابة المظلمة وكنا هناك تقريبا وكانت ارى النفق المظلم المخيف تحت الجسر في نهاية الطريق فنظر الي تيم وقال بصوت مضحك وهو يشعر بالخوف قلت مولي بصوت غاضب احضر اغراضك بسرعة ودعنا ننتهي من هذا الامر مع تيم الذي اتصل بذلك الرجل وقال لقد وصلنا الى اين انت لا اعرف ما قاله الرجل من الجانب الاخر من الهاتف لكن تيم اخبرنا انه في طريقه وعلينا الانتظار لمدة دقيقة او دقيقتين مشينا نحو النفق ووقفنا هناك كان الجسر فوق رؤوسنا وكان النفق مظلما حقا لم يكن هناك صوت سوى صوت الرياح والصرصير تغرد في كل مكان وقفنا هكذا لبضع دقائق لكن الرجل لم يعثر عليه قال جو بنبرة غاضبة اين يتصل به رجل كتيم واخبره ان يأتي قريبا لا يمكننا الانتظار هنا طوال الليل قالتين بصوت قلق انتم الاثنان انتظروا هنا ساذهب واتحقق من الطريق جو ووقفت هناك مثل قبل وذهبتين بعيدا عن المكان الذي جئنا منه بعد خمس دقائق اخرى مثل هذا عاد تيم وقال ان الرجل لا يزال في طريقه قال جو بصوت عال ان تيم ورجلك المخبئ دعنا نذهب مولي لا فائدة من ذلك الانتظار هنا هذا المكان يخيفني كانت منزعجا ايضا من نكاته تيم قلت يا لها من مضيعة للوقت بينما كنا على وشك الخروج من النفق حدث مشهد مرعب لرجل يرتدي زي ارنب خرج من الشجيرات على جانب النفق وسد طريقنا كان يقف على بعد خمس وستة ايدي من احساس تقشعر له الابدان في العمود الفقري جعل قلبي يقفز الى حلقي جو بدأ يتنفس بصعوبة قال بصوت مذعور هل هذا حقيقي هذا لا يمكن ان يكون لا يوجد شيء مثل الاشباح لم يكن لدي اي فكرة عما يجب القيام به لم نتمكن من الخروج من النفق دون مواجهته تيم بدأ في الصراخ فجأة رفع رجل الارنب ذراعه اليمنى ورأيت سلاحا حادا يشبه الفأس في يده اصدر صوتا صريرا كما لو كان خوفنا مسليا له كنت خائفا وتعرق مثل الحصان فقط عندما تذكرت ان لدي سكين والدي معي اخرجت سكين بهدوء قدر الامكان وتمتمت لنفسي اذا كنت رجلا مخيفا في زي ارنب فانت لن تخرج من هذا النفق على قيد الحياة اما ان الرجل بدأ ركض نحو جو وصرخ جو من الصدمة والخوف بمجرد ان قفز على صديقي بسلاحهم سكته من الخلف وبدأت في تعنه بسكين مع الضربة الاولى صرخ الرجل الارنب من الالم شعرت بدمه على يدي وعرفت انني طعنته بعمق حقيقي هذا هو المكان الذي حدث فيه الرعب النهائي ركضتين نحوي مثل مجنون وقال يا الهي لا تتوقف مولي توقف حرر الرجل الارنب من قبضتي ودفعني بعيدا سقط رجل الارنب على الطريق وبدأ يأنه نخر في الم رهيب اخذ تيم فوجئت انا والارنب وجو بصدمة انه كان رجلا من مدرستنا كان اسمه تشارلي وصرخت بصوت عال تشارلي ما الذي تفعله هنا في هذا الوقت لكن تشارلي بدأ يغم عليه من الالم دون مزيد من التأخير وهرعنا به الى المستشفى وجاء والدينا وكذلك فعل ودء تشارلي فقد عقبنا جميعا وبخنا بشدة خاصة ان تيم طلب من تشارلي ارتداء زي ارنب والانتظار في الادغال حول جسر كولشتر الذي اراد تخويفنا باستخدام تشارلي حتى لا نشك في مزاحه المزيفة وينتهي بنا الامر الى الاعتقاد بان شبح رجل الارنب لا يزال موجودا حصلت شارلي على اثنى عشر غرزة على بطنه ولكن بطريقة ما تم انقاذه فقد عقبنا لمدة شهر وارسله والدة تيم الى مدرسة داخلية مسحة صغيرة دمرت كل حياتنا لن اتمكن ابدا من الخروج من هذه الصدمة التي طعنت فيها شخصا بريئا من انجاز الصدمة مرحبا انا ادي انا حاليا في المرحلة الاعدادية لدي صديقان يدعى ماكس وجيم وهما ليس فقط اصدقائي في المدرسة فنحن نعيش في نفس المنطقة كما ان ماكس لديه عادة سخرية من الناس اعلم انه ليس لطيفا لكنه في بعض الاحيان ينتهي به الامر الى التنمر على اطفال المدارس وكثيرا ما اخبرناه بتغيير سلوكه لكنه تجاهل نصيحتنا لانه كان دائما صديقا جيدا من خلال تصعيدا في اوقاتنا العصيبة تحملنا سلوكه الساخرة حتى الان حتى وقع هذا الحادث الاخير الشهر الماضي ذهبنا الى مركز المدينة للحصول على بعض المتعة بعد لعب العاب الفيديو في منطقة اللعبة شعرنا جميعا بالجوع وقررنا تناول وجبة خفيفة في مكدونلدس بعد دخول المتجر وطلبنا بعض البطاطس المقلية والبرغر وجلسنا على طاولة قريبة وربما كان يوم عرض خاص كان هناك الكثير من المجموعات والخصومات على المواد الغذائية كان هناك ايضا رجل يرتدي زي جوكر مكدونلد يقف عند المدخل الذي يرحب بالضيف داخل الجوكر كان يصنع وجوها مضحكة ويعطي بلونات للاطفال الصغاري قال جيم تذكر عندما كان مكس طفلا صغيرا بدأ ذات مرة في البكاء ورؤية جوكر مكدونلدس ما زلت اتذكر وجهه المذعور وبدأنا نضحك كانت النكتة بنبرة خفيفة جدا ولكن ماكس لم يأخذ الامر بسهولة اجاب ماكس كانت خائفا من انك احمق كانت منزعجا لرؤية رجل يرتدي طريقة غريبة يقفز مثل قرد قال جيم نعم الحق كما لو لم نكن هناك لم اكن اريد ان ابدأ معركة لذلك حولت المحادثة الى موضوع اخر انتهينا من وجبتنا ونهضنا للدفع بينما كنا نغادر المتجر اقتربنا من الجوكر الذي يقف عند البوابة قدم الجوكر لنا ثلاثة بلونات ربما من لفتة لطيفة ولكن ماكس تجاوز حدوده كما هو الحال دائما لقد كسر احد البلونات الثلاثة واجابها الابد لك كطفل صغير وان تعرف انك لست حتى احمقا مضحكا رأيت وجه الجوكر يتغير على الفور فتحت عيناه على نطاق واسع وظهرت ابتسامة يمكنني ان اقولها من الجوكر وجه انه كتم غضبه ربما فعل ذلك لانه كان مكانا عاما او لانقاذ وظيفته وقال بصوت حد سأر انت مرة اخرى ماكس كان سيقول شيئا اكثر ولكن هذه المرة امسكت بيده غادرنا ماكدونلز فور خروجي من المركز التجاري القيت على ماكس قائلا ما هي مشكلتك يا رجل كنا نمزح فقط اتفق جيم معي وقلت نعم ماكس هذه ليست حقا طريقة لتحدث الى اشخاص تعرفهم ماكس من الواضح انها اظهرت لنا موقفا وغادرت على جيم الخاص به ووقفت هناك لفترة من الوقت ارى ماكس يسير في الاتجاه المعاكس جيم ثم قال لنذهب دريك سيعود بمجرد ان يبرد عدنا الى منازلنا ايضا في اليوم التالي في المدرسة جيم وكان تتحدث في الردهة فجأة جاء ماكس وربط على ظهورنا وقال له ماكس ابتسامة محرجة بنبرة خالية من الهموم حسنا حسنا انا اسف الان هل يمكننا الذهاب لتناول طعام الغداء تم حل المسألة وذهبنا لتناول الغداء قررنا الذهاب الى حديقة الملاهي التي اقامت معارضا لعطلة نهاية الاسبوع لسكان المدينة كانت هناك جولات في اكشاك مختلفة كنا نستمتع بالمعرض عندما لفتت زاوية من الارض انتباهي كانت هناك شاحنة صغيرة من مكدونالدز في معرض بيع البرغر والبطاطة المقلية في المعرض اخبرت بحماس جيمي وماكس انظروا دعونا نذهب لتناول بعض الوجبات الخفيفة من هناك من قبل مغادرين الى المنزل مشينا نحن ثلاثة نحو السيارة واشترينا طعامنا بمجرد ان عدنا الى الوراء شعرت بقشعريرة كان رجل الجوكر يقف امامنا بابتسامة مخيفة نظرنا الى وجوه بعضنا البعض في مفاجأتي وعدم ارتياح المهرج ثم التفت الى ماكس وقال حسنا حسنا نلتقي مرة اخرى يمكنني ان اقول من وجه ماكس انه كان خائفا بعض الشيء وقال بصوت متردد نعم مهما كان يا رفاق فقد حان الوقت للعودة الى المنزل وبدأنا في المشي نحو مخرج الحديقة قال جيم بصوت مذعور انه لا يزال ينظر الينا استدرت الى الوراء ورأيت الجوكر يبتسم قلت بصوت محرج دعنا نواصل المشي بعد الوصول الى البوابة الرئيسية التي عدنا اليها جميعا ولكن الجوكر لم يعد هناك اجاب ماكسيا له من زحف كانت سأشعر بالارتياح اذا انتهت الليلة بهذه الطريقة كان سكان المدينة مشغولين في المعرض لذلك كانت معظم الشوارع فارغة ضوء القمر والصرصير تغرد حولها مما جعل المشي اكثر رعبا الشيء الوحيد الذي يحدث في ذهني هو هذا لقاء المخيف الذي لم استطع الا ان اعتقد انه كان نفس الرجل من المركز التجاري في ذلك اليوم لانه تذكرنا كان قلبي يأمل انه لم يكن يتبعنا كنا نتحقق باستمرار من ظهورنا ولكن بصرف النظر عنا نحن الثلاثة لم يكن هناك شخص واحد على الطريق اتخذنا منعطفا يسارا لطريق مختصر ادى الى زقاق ضيق ينضم الى حينا والشوارع رئيسية معا عندما تحولنا الى زقاق سمعنا خطوات على الفور لكننا لمن رأي شخص لا داعي للقول اننا بدأنا في الذعر الان وقررنا المشي بشكل اسرع ولكن بمجرد ان ادرنا قلبنا للامام توقف عن الضرب كان هناك شخص يرتدي ملابس جوكر مكدونلز يعيق طريقنا كان هناك مسافة عشر الى خمس عشر يدا بيننا وبينه ضحك وقال ماذا دعوتني في ذلك اليوم الان ماكس كان مغطا بالعرق قال بصوت متلعثم لا تجرؤ على ايذائنا انت 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 تخطو بعيدا عن طريقنا او سافعل ذلك اجاب الجوكر بنفس اللسان الضاحك او ستفعل ماذا وبدأت في الضحك مثل جيم المجنوني وكنت خائفا بنفس القدر لكننا لمن رأي اسلحة مع هذا الرجل كنا نفكر فقط فيما يجب ان تكون عليه خطوة التالية عندما فعل ماكس شيء خطير للغاية التقت زجاجة بيرة فارغة ملقاة في زقاق والقى بها على وجه الجوكر وضربت الزجاجة بشدة على وجهه لدرجة انها تحطمت الى قطع وصرخت في رعب قائلة يا الهي ماكس ما فعلته قال ماكس بصوت حازم كيف انك تتسلل وقف الجوكر هناك بصمت لم يصرخ لم يبتعد وقف هناك مثل تمثال وبدأ يبكي مثل دم طفل يقتر من جبهته قلت بصوت اختبار من فضلك دعنا ناخذك الى المستشف كل هذا سوء فهم استمع والكن الجوكر رفع وجهه وبكائه تحول الى ضحك ذهاني ثم التقط بعض زجاج مكسور من الارض وقال بصوت تقشعر له الابدان انك تريد ان ترى شيئا مضحكا ماكس فتحت اعيننا على مصراعيها كانت قلوبنا تنبض مثل حصان بري لم يكن لدينا اي فكرة عما يفعله حتى الان ماكس كان يرتجف من الرعب كانت عيناه مثبتتين على الجوكر ثم دفع الجوكر الزجاج المكسور داخل فمه وبدأ في المضغ لا اعرف كيف يجب ان اشرح ذلك لكن هذا كان اكثر مشهد مخيف قد اشهده في حياتي صوت الزجاج المكسور تحطمت اسنانه واللحم الذي دمرته قطع الزجاج الحدة جعل قلبي يقفز الى حنجرتي كان دم يقطر من فمه لكنه استمر في المضغ كما لو كان مجرد طعام ثم بدأ يضحك ويقول هل انا مضحك بالنسبة لك الان انا قال ماكس جيم بصوت مرعب يا رفاق ركضي بدأنا نركض نحوه اتجاه المعرض مرة اخرى لم ننظر الى الوراء لان ضحك الجوكر كان لا يزال يأتي من ظهرنا يلهث ويلهث وصلنا بالقرب من المعرض رعي عدد قليل من السكان المحليين تجاهنا كان ماكس يبكي وكنا خائفين تماما من ابلاغ والدينا ووصلنا الى المنزل بامان قدم والدي شكوى في مركز الشرطة لما يقبض بعض على الرجل الذي سألت الشرطة مالك مكدوند عن مكان وجود الجوكر قال المالك ان لديهم رقمه فقط ولكن رقم في وضع ايقاف تشغيل حتى الان اتساءل اين هذا الرجل الان وفي اي شكل ترعرعت انا واختي مع ان الان تبلغ من العمر 25 عاما كل عطلة نهاية اسبوع اذهب لزيارتها في مصحة عقلية نعم كانت هناك خلال السنوات العشر الماضية كان عمري 13 عاما وكانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما وقع هذا الحادث المروع وغيرت حياتنا الى الابد والدي مهندس معماري لذلك سافرنا كثيرا في احدى المرات تم تكليفه بمشروع جديد لاعادة تصميم منزل قديم في فندق كنا صغارا جدا عندما توفيت والدتنا بساب مرض طويل الامد لذلك اعتنينا ببعضنا البعض في غضون اسبوع انتقلنا الى ذلك المنزل القديم كان المنزل في حالة سيئة حقا لكن الشركة العقارية ترتبت اقامتنا في منزل صغير بالقرب من المنزل القديم الانتقال فجأة الى ريف من حياة المدينة كان له تأثير على حياتنا اضطررنا الى تغيير المدارس ايضا بسبب مشكلة المسافة الطويلة التي وقف فيها المنزل القديم في الجزء الخلفي من مكاننا من غرفة اختي كان المنزل مرئيا جيدا على رغم من ان والدي وديزي بدي متحمسين جدا للانتقال الى فكرة مكان جديد لم اكن سعيدا لا اعرف لماذا اعطاني هذا المنزل القديم المهجور مشاعر سلبية منذ اللحظة التي رأيته فيها ولكن مع مرور الوقت كانت الامور تتشكل في الصباح اعتاد بالذهاب الى المنزل مع عماله والانشغال بعمله في حين ذهبت انا وديزي الى المدرسة كانت مدرستنا على بعد 15 دقيقة سيرا على الاقدام من منزلنا كنا نركب الدراجات كانت اختي دائما منفتحة وجيدة في تكوين صداقات اختلطت مع الاطفال الجدد بسهولة لقد صنعت القليل الاصدقاء ايضا في احد الايام كانت جالسا في المدرسة وحدي عندما سمعت فتاتين تتحدثان بجانبي كانت هناك فتاة شقراء تقول للفتاة الاخرى التي تعرف ان ديزي قالت انه يمكننا الاحتفال في منزلها وقالت ان هناك منزلا قديما قريبا وابي سيخرج من المدينة في نهاية هذا الاسبوع ايضا فوجئت قليلا بانها دعت صديقاتها دون ان تطلب حتى اذن ابي في طريقها الى المنزل سألت ديزي لماذا ستحتفل مع اصدقائك في المنزل القديم الذي نظرت الي معه عيون محرجة وقال نعم فضلك لا تخبر ابي مرثى هذه فرصة لطيفة بالنسبة لي للحصول على كل شعبية تعلمون قلت في صوت قلق ولكن لا اعتقد ان هذه فكرة جيدة ان المنزل نوع من يزح فلي ديزي ضحك وقال يا الاسترخاء اذا وعدت بعدم اخبار ابي سوف تسلل بيرة واحدة بالنسبة لك حسنا بدأت مرة اخرى تضحك بينما ركوب دراجتها قدما التزمت الصمت ليس من اجل البيرة ولكن لانها كانت سعيدة ومتحمسة بعد فترة طويلة ذهب ابي بعيدا لمدة ثلاثة ايام قبل ان يغادر قال لنا الفتيات لا الخروج بعد الساعة سبع مساء ولا يسمح للاصدقاء في المنزل تكون جيدة لهؤلاء الثلاثة الايام التي ساتصل فيها حسنا اعتني بعزيزاتي ثم عنقنى وغادر ما زلت نادما على عدم اخباره عن خطة ديزي الله وحده يعلم ما اذا كانت قد فعلت ذلك كان من الممكن ان ينقذها من حادث مروع في اليوم التالي في المدرسة كانت اختي تخطط للحفلة التي كانت اقف فيها معها ودعت ستة الى سبعة اشخاص بعد عودتي الى المنزل قالت ديزي لنذهب مرثى قلت في مفاجأة حيث ردت على المنزل لدينا الكثير من العمل للقيام به احتاج الى تنظيف وتزيين المكان للحفلة الليلة على رغم من انني اخطط لعدم الدخول الى ذلك المنزل من اي وقت مضغتي جعلتني افعل ذلك على اي حال ابي قد قامب عمل رائع مع غرفة المعيشة كانت الارضية جديدة تماما وكذلك الجدران ظهر المنزل اخيرا في حالة جيدة من الداخل ولكن بمجرد انتخذت الخطوة الاول سقطت رعشة في عمودي الفقري كانت فترة ما بعد ظهيرة الدافئة في الصيف لكن لا اعرف لماذا كانت اشعر بالبرد داخل المنزل دخلت اختي الى الداخل بشكل طبيعي استدارت نحو واقفة عند عتبة الباب بعيون قلقة وقالت ما حدث هي دعنا نسرع بدأنا في وضع بعض السلاسل وضبطنا في مشغل الموسيقى ديزي ثم بدأنا في تنظيف الارائك الطابق ذهب درج عل الجانب الايمن الى الغرف اعلاه صعدت الى الطابق العلوي كان الطابق الاول مهترئا ومن استخدام اعمال الاصلاح لم تبدأ هنا بعد ستارة قدرة ممزقة كانت معلقة على النافذة في نهاية الممر كانت اقف هناك عندما فجأة شعرت ان شخصا ما تنفس على رقبتي استدرت على الفور ولكن لم يكن هناك احد لم اخبر اختي عن هذا الحادث لانني كانت اعرف انها لن تصدقني عدنا الى المنزل حوالي الساعة ثماني مساء توقفت سيارتان بالقرب من منزلنا رأيت من نافذتي اختي واصدقائها يغادرون الى تحولت ديزي من منزل مهجور الى حفلة ولوحت لي واستلقيت على سريرين وظللت افكر في الوجود المشؤوم الذي شعرت به في ذلك المنزل ليس لدي اي فكرة عندما غفوت ولكن فجأة استيقظت هنا في صرخة عالية تعرفت على الصوت الذي كان ديزي ركضت نحو المنزل كان 11 مساء قبل ان اتمكن من الدخول رأيت شخصين او ثلاثة اشخاص يحملون اختي المغم عليها خارج المنزل اخذوها الى غرفة نومها ووضعوها كانت فاقدة للوعي تماما سألت الفتاة الشقراء عما حدث لاختي اجابت بصوت متوتر لا نعرفه صعدت مارثا ديزي الى الطابق العلوي لمدة دقيقة ثم سمعنا صراخها الذي لم تسمعه على رغم من انني اعتقد انها شعرت بالخوف الثاني ودقيقتان واثنان وخمسون ثانية واغمي عليها كنت وحدي ولم يكن لدي اي فكرة عما يجب القيام به ثم رأيتني مذعورة وقال رجل من المجموعة لا تقلق ستكون بخير في الصباح ربما تكون ثاملة وتهلوس بشيء ما في ذلك المنزل القديم فقد دعها تنام اذا كنت بحاجة الى اي مساعدة اتصل باي منا سنأتي على الفور ثم غادروا جميعا لم تصل بابي لانني كنت مذنبا بالفعل بالاختباء معلومات منه ان ديزي نام طوال الليل بعد ان بدأت ديزي في تحول الى شخص مختلف تماما توقفت عن الخروج وجلست بالقرب من نافذة غرفة واستمرت في تحديق في المنزل المهجور طوال اليوم والدي وانا فزعت من رؤية سلوكها الغريب همست مثل مهووس ينظر الى المنزل كما لو كانت تهتف بشيء بسرعة فائقة في بعض الاحيان حتى انها ضحكت من تلقاء نفسها كما لو كانت تتحدث الى شخص اتصل به والدي احد اصدقائه الذي كان طبيبا نفسيا لفحص ديزي اجرى جلسة علاج مع ديزي ولكن قبله يمكن ان تنتهي الجلسة قفز ديزي من الاريكة وعدت قطعة من اللحم من عنق الطبيب وضحكت مثل المجنونة كان مشهدا شريرا بالنسبة لي لمشاهدة قطعة من اللحم المغطى بالدماء تتدل من فمها الدموي وكانت عيناها كبيرة جدا كما لو انها استخرج في اي لحظة في كل مرة استشرنا فيها طبيبا بدأ تتصرف بعنف لم يستطع والدي النوم ليلا كنا متوترين وبعيدا عن طرق علاج كل ما ادخلت نفسها فيه ثم فجأة في احدى الليالي اخبرت والدي عن الحادث مع المنزل القديم انه اصيب بجنون العظمة وبدأ في توبيخي لاخفاء هذه الحقيقة كل هذا الوقت الذي كنا نتجادل فيه في غرفة المعيشة فقط عندما سمعنا صوت مضغ غريب كان صوت قادما من غرفة ديزي هرعنا الى غرفة وعندما فتحنا الباب ببطء انخفض قلبي الى معدتي كانت ديزي تأكل فأرا ميتا يجلس على ارضية الغرفة لم استطع معرفة ما اذا كانت اختي او بعض المخلوقات الممسوسة نظرت الينا وبدأت تهمس بشيء كانت مقلة عينيها تتحركان بشكل محموم وفجأة تحولت مقلة عينيها الى الداخل كانت تقف مثل الكلب بعيون بيضاء تماما صرخت وركضت الى غرفة واتصل والدي بالمصعفين وشاهدتهم ياخذون اختي بعيدا كانت مربوطة باحكام بنقالة كما لو انهم امسكوا بحيوان بري كانت ديزي تصرخ وتشت مثل معتوه لم يستطع الاطباء معرفة ما حدث لها يعتقدون انها تحولت الى شخص مجنون فجأة لكنني عرفت ان لها علاقة بالمنزل الذي بحثت عنه المنزل وجمع بعض المعلومات عنه كان المالك السابق لذلك المنزل عجوزا مجنونا تركه ابنائه هناك ليموت في شيخوخته خلال ايامه الاخيرة كان يصرخ ويلعن كل انسان من سكان المحليين اخبرني انه كان عنيفا لدرجة انه لم يتمكن احد من الدخول حتى لو اردوا مساعدة ذلك رجل العجوز من الطعام والماء لدرجة ان رجل العجوز اكل كل ما يمكنه الحصول عليه وحتى شربه بول لقد اخبرت والدي مرارا وتكرارا ان يأخذ ديزي لطرد الارواح الشريرة لكنه لا يصدقني وكأنه لا يهتم بما اقول بعد ان اخفيت حادثة اغماء ديزي في تلك الليلة بدافع الغضب و الاحباط في احدى الليالي احرق والدي المنزل المهجور الذي انقطع عن وظيفته والان يعيش مع احد اصدقائه القدامى ادرسه واعمل لمواصلة حياتي ارى والدي فقط عندما نذهب لزيارة ديزي ولكن ديزي لم تعد عنيفة بعد الان نادرا ما تقول كلمة تحدق بها من نافذة كوخها طوال الوقت انا فقط يبلغ من العمر 14 عاما لكنني ذكي جدا في التكنولوجيا استمتع باختراق اجهزة الكمبيوتر وحتى بنائها من وقت لاخر وكانت احدى هوايات الاحدث والمرضية هي استكشاف الشبكة العميقة قبل ان تحصل على فكرة خاطئة فانا لا اذهب الى هناك للاشياء المظلمة التي افعلها ولكن ليس هذا النوع من الاشياء التي تفكر فيها استكشف الشبكة العميقة من اجل فرحة العثور على مواقع ويب جديدة غريبة تماما اجدها وافهرسها من اجل متعة شخصية اشعر وكأنني اكتشف بنشاط اجزاء جديدة من كوكب دائم نموي او على الاقل الجانب المظلم من واحد على الرغم من كونه الشبكة العميقة معظم المواقع التي صادفتها دنيوية وغير ملهمة على سبيل المثال موقع مؤامرة تسعمائة واحد عشر موقع مواعدة للمتفوقين البيضي وموقع مخصص لاغتيال رئيس ممل ولكن بعد ذلك هناك بعض المواقع الاكثر اثارة للاهتمام مثله سوق لبيع مختلف ممتلكات القتلة المتسلسلين الموقع لعبادة عبادة غريبة تسمع شيرة الاحمر الذئبي وموقع خيال معجب هتلر خيال معجب عنيف عنيف على سبيل المثال للحصر هذه هي انواع المواقع التي تثير اهتمامي او تجعلني اضحك مما يمنحهم مكانا في كتالوج الغرائب الخاص بي بينما في مطاردة المعتادة لما هو غير عادي صادفت موقعا يسمى خاطفة الوالدين كانت تخطيط بسيطا جدا وبدأ اشبه بصفحة تومبلر لشخص ما بدلا من موقع ويب عميق لكنني اردت ان ارى ما يجب ان يقدمه في قراءة محتوياته وجدت القليل لتهدئة جوعي للغريب والفاحش كانت مجرد قائمة من الضمائر والارقام مقترنة بروابط لمساكن ييبي على الويب السطحي بيع الاثاث لها 37 ييبي ادراج مقعد الحب 14 300 و56 دولار له 28 ييبي ادراج اريكة 11 467 لها 42 ييبي ادراج الستائر 12 569 تحصل على الانجراف اكثر من نفسه بعد ان حيرني الاعداد القيام بمزيد من الحفر قليلا وجدت سلسلات ارقام مختلفة مضمنة في خلفية الموقع كونه من محب التشفير كنت اتساءل عما اذا كان قد يكون رمزا من نوع ما ازلت سلسلة من الارقام وقمت بتشغيلها من خلال احد برامج فك الشفرة العديدة التي كان لدي على جهاز الكمبيوتر الخاص بي بعد ساعة او نحو ذلك ظهرت رسالة ترحيب الى خاطف الوالدين الام او الاب الجديد غير راض عن الشخص الذي لديك بشكل جيد لقد جئت الى المكان الصحيح اتبع اعلان مسكنها لوحدة الام ويتم تضمين اعلان ترنيمة لوحدة الاب الاعمار في الوصف بمجرد استلام الدفع من قبل مستخدم اي بي سنرسل لك والدك الجديد جميع منتجاتنا البشرية تأتي مع ضمان مدى الحياة نراقب عملية الترابط 24 سبع لترا مراقبة الجودة تم تجهيزهم بشريحة تتبع ومراقبة بالفيديو مما يجعل من المستحيل عليهم الهروب نحن هنا فيخاطف الوالدين نرغب في رضئكم الكامل قبل كل شيء الان كان ذلك غريبا بالتأكيد لم ارى اي شيء من هذا القبيل على شبكة الانترنت العميقة كان هذا بالتأكيد الحصول على مكان خاص في كالتالي سواء كان مزيفا ام لا بعد حفظ الموقع في مجموعتين كنت اتساءل عما اذا كان قد نجح بالفعل سيبدو هذا غبيا لكنني اردت دائما ان يكون ابي انا وامي طالما استطيع ان اتذكر تقول انه غادر عندما كان صغيرا لكنني لا اتذكر انه كان هناك على هذا النحو كنت اتخيل في كثير من الاحيان عودته الى المنزل لرؤية اكبر واريد ان اكون جزءا من حياتي مرة اخرى كما قلت انه امر غبي ما زلت ارغب حقا في معرفتي ما اذا كان الموقع يعمل جربت الف من محركات البحث المختلفة وسألته في المنتديات على كل من الويب العميق وشبكة الويب السطحية ولا يوجد ذكر واحد لخاطف الوالدين في اي مكان لقد مزقت عيني اخيرا من شاشة الكمبيوتر الخاصة بي ونظرة الى الساعة كانت ثلاثة تقريبا في الصباح العيني كانت ابحث عن معلومات على هذا الموقع لعدة ساعات ولساب او لاخر لم استطع ان ادعها تذهب ربما كانت حاجتي الى شخصية الابي او ربما كان حرمانا من النوم في كلتا الحالتين وجدت نفسي امشي في الطابق العلوي الى غرفة نوم امي بمجرد ان تسللت الى الماضي نائما على السرير ووصلت الى حقيبتها الموجودة على احد مناضدها امسكت محفظتها وصرت بهدوء الى الطابق السفلي الى غرفتي واخذت احدى بطاقات الاهتمان الخاصة بها واتبعت ارخص قائمة للاب على الوالدين خاطفة على شبكة الانترنت السطحية ونقرت على خيار الشراء الان لمروحة السقف التي كتبتها في جميع معلومات بطاقة الاهتمان المطلوبة ثم توقفت للحظة لم اكن على وشك كسر ثقة امي وانفاق حمولة قارب من اموالها فحسب بل كانت افعل ايضا شيئا يحتمل ان يكون خطيرا ماذا لو لم يكن الرجل الذي اشتريته لطيفا ماذا كانت امي ستقول او تفعل عندما وصل الى هنا ماذا لو لم يكن هناك رجل على الاطلاق ماذا لو كان الموقع مجرد عملية احتيال مدبرة بعناية مصمة لخداع الاطفال غير المرتبين من اموال والديهم سألت نفسي هذه الاسئلة والكن بالكاد اثروا في فضولي دخلت وانتهيت من العملية بعد ان تسللت البطاقة مرة اخرى الى حقيبة امي دون ان يلاحظني احد وانتظرت اياما مرت في تلك الايام واصبحت في النهاية اسابيع الطررت الى تحمل جدال امي على الهاتف مع شركة بطاقة الاتمان الخاصة بها بالاضافة الى موقع اي بي حول عملية الشراء الغامضة التي تمت باستخدام بطاقتها والتي بلغت ثلاث الاف عملية الشراء ولم تشك ابدا في قيامي حتى بالتنفيس عن ذلك من وقت لاخر مما جعلني اشعر بالذنب لكن لم يكن هناك تطابق لاثاراتي ولم استطع الانتظار لمعرفة ما اذا كان الوالدان كان الخاطف شرعيا في الاسابيع التي مرت وتحولت في النهاية الى شهر وهذا هو الوقت الذي بدأت فيه اشعر بالملل من ادعاءات الموقع بدأت اقبل حقيقة انني كنت طفلا غبيا خدعني فنان محترف وتركت اشعر بالعجز وكاحمق كنت اتخيل سيناريو لا يعمل فيه الموقع فحسب بل ارسل لي رجلا لطيفا ليكون من والدي وكان يقابلني ويقابل امي ويقعون في الحب وكن عائلة كنت اعرف ان الفرص ضئيلة لكنني ما زلت اامل كنت احمق في احدى الليالي بينما كنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بابحث عن المزيد من جواهر الويب العميقة التي سمعتها بصوت عال بدى الانفجار وكأنه كان الباب الامامي لصن ربما قفزت من جهاز الكمبيوتر الخاص بي وامسك بمضرب البيسبول الذي احتفظت به تحت سريري كنت مستعدا لمحاربة اي دخيل محتمل بعد الدخول في موقف قتالي سمعت شخصا ما يتجول خارج غرفة نومي كان الادرينالين الخاص بي من خلال السقف وقفت ارضي وانتهى الخفافيش على الاستعداد لتأرجح باب غرفة نومي تأرجح فتح كان رجلا يرتدي كل الاسود بما في ذلك قناع تزلج الاسود نظر الي لاعلى ولأسفل على ما يبدو تحجيم لي قبل التحدث هل انت الشخص الذي قدم طلبا مع خاطف الوالدين الذي ضربه بالارتباك اومأت برأسي للرجل ثم انسحب في اتجاهي وامسك بي وضع يده على فمي وسحبني من غرفتي كافحت لكنه كان قويا جدا قبل ان يتمكن من اخراجي من المنزل حاولت عض يده من خلال القفاز الجلدي الذي كان يرتديه شددت اسناني باقصى ما استطيع وتمكنت من الحصول على رد فعل حيث كان الرجل يئن من الالم عندها تمكنت من تحريك طريقي بحرية ورقضي نحو الدرج طوال الوقت بينما كانت اصرخ في الجزء العلوية من رئتي لامي لايقاظ الرجل الذي امسك بي بسرعة وامسك بي مرة اخرى لكن صرخاتي طلبا للمساعدة كانت فعالة ظهرت امي في الجزء العلوي من الدرج في الوقت المناسب لترى ما كان يحدث وصرخت امي وتركت الدرج ينزل اسرع مما رأيت اي شخص يتحرك في حياتي وبدأت في ضرب رأس الرجل بقبضتها مما جعل من المستحيل عليه التمسك بي فهو الايلكم ظهره لكنني لم اكن لادعه يفلت من وضع يديه القذرتين على امي لقد مد تساقي الى الوراء بقدر ما كانت ستركله بشدة في مناطقه السفلية لدرجة انه سقط على الارض ما زلنا نحاول الرد لكن انا وامي كانت لنا اليد العليا وفي النهاية هرب من الباب وهرب من مبنى لقد مرت بضعة اسابيع منذ ان اقتحم هذا الرجل منزلنا ولا يسعني الا ان اخمن انه عمل حقا من اجل خاطف الوالدين لكن الموقع لم يكن ما كانت اامل ان يكون هدفه ليس فقط كسب المال ولكن ايضا اختطاف الاطفال بمجرد ان يكون لديهم عنوان فوترة فمن المحتمل ان يقوم بتغطية المنطقة لبضعة اسابيع والتأكد من ان المنزل المعني يؤوي بالفعل طفلا او مراهقا لم اكن اعرف كل ذلك بمفردي اذا كنت قادرا على تفكيري في هذا المستقبل البعيد فلن اكون قد انتهيت في هذه الفوضى لابدأ بها اخبرت امي بالحقيقة وكذلك الشرطة اكتشف الباقي للأسف تم ازالة الموقع ولم يتم القبض على الجنات مطلقا الشرطة لا تزال تراقب على رغم من ذلك وعرضنا على امي والشرطة تفصيل نظام امني جديد لذلك على رغم من المحنة التي ننام فيها جيدا ما الذي كان سيفعله خاطف الوالدين اذا قبضوا علي بالفعل فلن تقدم للشرطة نظرة ثاقبة على هذا لكنني متأكد من انهم اخبروا امي ان لدي بالفعل ضيف في نوع من عصابة الاتجار بالاطفال انا متأكد من انه يمكنك جمع ما كان سيحدث لحسن الحظ بالنسبة لي لم يتم القبض علي لذلك في كل شيء لقد تعلمت الكثير من ما يقرب من يجري اختطافي وهناك شيء واحد مؤكد انني لن ازور الشبكة العميقة مرة اخرى طالما انا اعيش ان نوح العام الماضي فتحت على والدي حول ميول الجنسية من خلال سماح لهم بمعرفة انني مثلي الجنس اعتبر نفسي محظوظا بما فيه الكفاية حيث دعمني والداي في الوقت الحالي ابلغ من العمر 24 عاما واعمل في شركة برمجيات لقد وعدت مؤخرا رجلا لبضعة اشهر ولكن بطريقة ما قررنا لغاءه لانه لم يكن يعمل بطريقة التي توقعناها لذلك بالنسبة للمواعدة غير رسمية بدأت في استخدام تندر بعد يومين الى ثلاثة ايام من عمليات البحث وسحب اليسرى تمت مطابقة مع رجل باسم الملف الشخصي ليو يستخدم الاشخاص الذئاب في هذه الايام الكثير اسماء غريبة للحصول على متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي كانت صورة الملف الشخصي لرجل طويل القامة وسيم خرجنا عن طريق الخطأ لنكون متطابقين وهكذا بدأنا نتحدث اخبرني الرجل ان اسمه ليو ويعمل في مرآب كميكانيكي سيارات كلما تحدثنا اكثر ادرك انه ساحر وهو ايضا خرج عن الحياة الجنسية العام الماضي الى والدته لكن والدته قطعت جميع الاتصالات معه بعد سماع هذا شعرت بالسوء الشديد تجاه رجلي لان بعض الناس في العالم ما زلوا يعتقدون ان كونك مثليا هو نوع من المرض في حين انه مجرد تعبير اخر عن الحب والاختيار على اي حال تحدثنا لبضعة ايام وفي كل مرة تحدث عن مدى شعوره بالسوء تجاه سلوك والدته كانت دعمه دائما وحاولت تشجيعه اخبرته في يوم من الايام انه يجب علينا لحاق بركبي في وقت ما اعتقدت انه سيكون متحمسا لمقابلتي لكن رده فاجأني نوعا ما كنا في مكالمة عندما سألته هذا واجاب حسنا اعتقد انني ما زلت بحاجة الى بعض الوقت اذا كانت لا تمانع في ان ننتظر لبعض الايام الاخرى فهمت على الفور عدم ارتياحه وقلت اوه بالتأكيد لا توجد مشاكل تأخذ وقد كفي الاسبوع الذي مر واستمرين في التحدث كالمعتاد في احدى الليالي كانت عائدا الى المنزل من منزل احد الاصدقاء كانت اسير من رصيفي وكان هناك عدد قليل جدا من الاشخاص في القصة كان الوقت متأخرا بالفعل لذلك كانت اسير بسرعة للوصول الى المنزل في اقرب وقت ممكن كانت ليلة الثاني وثمان عشر دقيقة واثنان وعشرون ثانيه مضاءة بالقمر وكانت الصراصير تغرد في المسافة التي كانت على وشك اخذ المنعطف المؤدي الى منزلي عندما شعرت ان شخصا ما كان يتبعني استدرت على الفور ورأيت رجلا يرتدي هوديا يقف في منتصف الطريق على بعد بضعة ايدي مني بسبب هودييه لم اتمكن من رؤية وجهي بالكامل كان الشيء الوحيد الذي يمكنني رؤيته هو فمه باستمرار لعقت شفتيه بطريقة غريبة جدا كانت بالقرب من منزلي تقريبا لذلك قررت ان امشي بسرعة حقا عن طريق تجنب هذا الرجل كما بمجرد وصولي الى الباب نظرت الى الوراء مرة اخرى ولكن هذا الرجل لم يكن هناك دخلت المنزلة وجلست على الاريكة لفترة من الوقت ان نكون صادقين نظرة على وجه الرجل نوع من زحف لي بعد العشاء ذهبت الى السرير عندما راسلني ليو يسأل كيف كان يومي قلت له عن هذا الرجل مخيف يدبعني المنزل اجاب ايضا انه كان غريبا حقا وانا كان يجب ان اقول شيئا لذلك الغريب في تلك المرحلة شعرت بالحرج قليلا لانني فزعت بسهولة فقررت انه اذا رأيت هذا الرجل مرة اخرى فسألقنه درسا كنت متعبا وبالتالي غفوت بسهولة في صباح اليوم التال عندما استيقظت ذهبت للتحقق من صندوق بريدي في الخارج وجدت رسالة داخل الصندوق عندما فتحت رسالة بعد دخولي المنزل غرق قلبي في رعب رسالة التي تقرأ في المرة القادمة عندما اراك مرة اخرى لن تعود الى المنزل على قيد الحياة كانت متأكدا من ان هذا كان من مخيف الليلة الماضية كان ذهني مضطربا للغاية طوال اليوم قررت الذهاب الى الشرطة معه رسالة قبل العودة الى المنزل في تلك الليلة اعتقدت قبل ان يحاول الرجل اذائي باي شكل من الاشكال انا يجب ان اذهب الى الشرطة واطلب الحماية عندما خرجت من المكتب تلقيت مكالمة مليو قال لي اين اخبرته عن الامر برمته وقلت انني ذاهب الى مركز الشرطة اخبرني ليو يا الهي لا استطيع ان اصدق ان الرجل المخيف سيكون لديه مثل هذه الجرأة على اي حال كما ستذهب الى مركز الشرطة ثم سالغي الخطة الليلة سألت عن الخطة التي قالها بصوت خجول في الواقع اعتقدت انني يجب ان ادعوك لتناول العشاء الليلة انا مستعد لاخذ كل ما نشاركه الى المستوى التالي في تلك اللحظة التي يمكنني فيها الاستفادة حقا من بعض المحادثات الجيدة والعشاء مع صديق لذلك قلت حسنا يمكنني ان اتي سيمنحني هذا في الواقع بعد راحة البال ضحك اليو باهتمام وقال لماذا لا تأتي فقط الى منزلي وتتناول العشاء ثم سنذهب الى الشرطة معا اذا كنت الاتمانع في مرافقتين لكي كنت سعيد حقا لرؤية لفتته الكريمة وافقت على الفور على مقابلته لتناول العشاء اعطى عنوان منزله الذي كان قريبا جدا من مكان عملي اخذت سيارة اجرة ووصلت الى منزله في غضون خمس عشر دقيقة كان ليو يقف عند الباب ابتسم لي ورحب بي في المنزل كان حسن المظهر ووجه مبتسم تماما جلست على اريكته اعطاني كوبا من النبيذ وبدأنا نتحدث اخبرته عن حياتي وعائلتي بينما كان يشارك بعض الحوادث المضحكة ايضا انتهينا من اول كوب من النبيذ سكبلي كأسا اخر ثم قال كيف يبدو هذا الرجل اخذت بضع رشفات من النبيذ وقلت جيدا لم ارى وجهه لكنه كأنا يلعق شفتيه بطريقة غريبة جدا قبل ان اتمكن من الذهاب في تلك الحادثة من الليلة الماضية رعب حقيقي اطلق العنان امام عيني ابتسم ليو وقال بمقاطعتي تقصد مثل هذا ثم بدأ يلعق شفتيه بنفس الطريقة التي فعلها الرجل الليلة الماضية استيقظت مع تعرق يظهر على جبهتي تحسست في رعب يا الهي كانت انت خدعتني كانت على وشك ركض الى الباب لكن ساقي شعرت بالثقل وبدأت عيني تغلق ببطء ادركت انه خدرني بالنبيذ ولكن قبل ان اتمكن من فعل اي شيء اغمي على الارض عندما استيقظت وجدت نفسي مستلقية على الارض كانت يداي وساقايا مقيدتين بالحبال اليو كان يقف امامي بعيون حمراء دموية كان هناك سكين حد في يده ابتسم لي بعيون غاضبة وقال انني اخبرتك انك لن تعود الى المنزل كذبة الليلة قلت بصوت مذعور ولكن لماذا تفعل هذا لماذا تريد قتلي العقشفتيه وقال ان امي ماتت بالصدمة عندما خرج اخي عن حياته الجنسية المريضة فقدتها لاشخاص مثلك كانوا مرضى في الوقت الذي كان يقول فيه كل هذه الاشياء المجنونة لي تمكنت من تحرير يدي لكنني ما زلت اجلس هناك بهدوء لا اعرف لماذا فجأة وميد وجه والدي امام عيني واستعدت شجاعتي صرخ اليو وقلت ساقتل كل واحد منكم بدأ يمشي نحوي بسكين ولكن بعد ذلك قلت بصوت حازم اذا كان اي شخص مريض في هذا العالم الذي هو انت نفسيا في اللحظات القليلة التالية ضربني مثل البرقي وهو يصيح صرخة شيطانية لا ساقتلك ان الدموي ولكن قبل ان يتمكن من تعني ركلته في صدره وسقط على ظهره دون اضاعة ثانية واحدة التقطت الجبهة المعدنية من الطاولة بالقرب من الاريكة وضرب رأسه به وبدأ الدم يتدفق من جبهته عندما اغمي عليه وسلمه الى الشرطة في تلك الليلة وعاد الى المنزل بعد ذلك يتعفن الان في السجن بتهمة محاولة القتل بشكل مفاجئ بعد ان وصلت هذه القضية الى صحيفة المحلية جاء صبي المدرسة الثانوية الى الشركات التي ذكرت ان نفس الرجل حاول استدراجه الى منزله وكان صبي خجولا في ذلك الوقت للانفتاح على حياته الجنسية وعلى رغم من ان هذا الوقت حاول الاعتداء عليه وقتله لم يذهب الصبي الى الشرطة وتمكن بطريقة ما من الفرار الى كل هؤلاء المتخلفين المخيفين مثل هذا الرجل اريد ان اوضح انه لا احد لديه الحق في ان يخبر الشخص كيف يترك حياته ومن يحب ذلك المجنون من رهاب المثلية ادعو الله ان لنلتقي مرة اخرى ابدا لانه اذا فعلنا هذا الوقت فلن تخرج من اللقاء حيا مرحبا انا سرت لقد نشأت في دار رعاية مع ثلاثة اطفال اخرين وغني عن القول ان طفولة اليتيم يمكن ان تصبح صعبة للغاية مقارنة بالاطفال الاخرين واحيانا تفوت الغريب الذي اعتنى بنا لم تكن سيدة لطيفة جدا اعتادت ان تجوعنا وتجبرنا على العمل الروتيني والمتاجر المحلية لكسب اموالها عشنا في ضاحية قدرة حيث بالكاد كان الناس يهتمون ببعضهم البعض ولم يكن مستوى المعيشة في منطقتنا صحيا على الاطلاق وكان المشردون يعيشون في جميع انحاء الازقة وكانت جميع انواع الجرائم تحدث بين الحين والاخر ثم كان هناك صبي يدعى روبي عاش معي ايضا روبي وكانت في نفس العمر في ذلك الوقت كلما وفرنا المال لانفسنا اعتدنا الذهاب الى متجر مكدوندز سرا في احد الايام روبي وانا كنا جالسين في مكدوندز ننتظر طعامنا قال روبي فجأة انظر انه هو الذي اشار نحو طاولة قريبة كان هناك رجل عظمي طويل يجلس على الطاولة لقد رأيت ذلك الرجل في وقت سابق من منطقتنا نظر الينا بوجه جد ثم انشغل مرة اخرى على هاتفه اخبرت روبي بصوت منخفض هل تعتقد انه سيخبر الانسة غريب عنا ضحك روبي واجاب سرة انه تاجر مخدرات انه اكثر انشغالا مني ومنك على رغم من اننا مرارنا بحياة صعبة كان روبي دائما مبتهجا لم يكن من الواضح ان هذا الرجل كان يتاجر بالمخدرات لكننا رأيناه يلتقته رجال الشرطة عدة مرات من نافذة غرفة المعيشة عندما انتهينا من وجبتنا عدنا الى المنزل بعد اسبوع ومرضت ملكة جمال لسترانج بسبب الحم لذلك ارتحنا جميعا من تعذيبها لفترة من الوقت لم يكن علينا ان ندفع لها لمدة اسبوع حيث كان صديقها يأتي ويعتني بها لبضع ساعات كل يوم كان هذا الرجل لطيفا معنا في احدى الليالي كان الجميع نائما وروبي واكلت القليل جدا في ذلك اليوم كان الطفلان الاخران اصغر بكثير منا لذلك قدمنا معظم طعامنا حوالي اثنى عشر ايقظني صباحا روبي وقال سرة اشعر بالجوع الشديد لنذهب الى متجر مكدونلز القريب تناول الكثير من الوجبات السريعة لم يكن جيدا ولكن مكدونلز هو متجر الطعام الوحيد المفتوح على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع كان في ميزانياتنا ايضا نهضت من السرير وتسللنا خارج المنزل الضاحية اكثر عرضة للنشاط الاجرامي في هذه الساعة ولكن لم يكن لدينا طرق اخرى اخترنا المشي من منتصف الشارع لتجنب اي زاوية مظلمة يتم اختطاف العديد من الاطفال في منطقتنا والاتجار بهم من قبل العصابات الاجرامية بعد عشر دقائق سيرا على الاقدام وصلنا الى متجر مكدونلز لم يكن لدى المتجر اي عملاء اخرين دخلناهم وسرنا نحو المنضدة هناك لم يكن هناك احد في المنضدة كما قال روبي بصوت منخفض اي شخص هنا لاخذ طلبنا فجأة جاء صوت عميق من الخلف ما الذي تحتجونه يا اطفال هزن الصوت على الفور واستدرنا في خوف من ان رجل العظمي الطويل الذي يرتدي زي موظف مكدونلز ربما خرج لتدخين لانه بمجرد دخوله المتجر رائحة كريهة من السجائر المحترقة امسك بالهواء قلت بصوت متردد ام نود مش الرجل ببطء نحو المنضدة وسلمنا مخطط القائمة شعرت بالخوف قليلا لذلك طلبت روبي بعض البرجر والبطاطس المقلية اخبرنا الرجل ان نذهب ونجلس هناك وسأحضر الطعام الذي ذهبنا بهدوء للجلوس على الطاولة بالقرب من الزاوية بدأ روبي يقول الله على ممت سنكون قادرين على الخروج من هذا المكان في بعض الاحيان اشعر بالغضب الشديد من والدي الذين تركوني على الطريق العيش حياة كهذه كان الرجل يرتدي قبعة مكدونلز لذلك لم اتمكن من رؤية عينيه ولكن شعرت انه كان يستمع الى محادثاتنا بعد بضع دقائق اخرى احضر لنا الرجل الطعام مع كوبين من العفريت وقلت تناول الطعام على حساب روبي ولم اكن مستعدا على الاطلاق لمثل هذه الامائة اللطيفة من رجل الثاني وثماني وعشرون دقيقة وثماني وخمسون ثانيه من هذا القبيل لكن بدى الامر وكأننا افترضنا الكثير من الاشياء السلبية عن الناس قبل ان نعرفهم حقا انتهينا من وجبتنا ووقفنا لمغادرة الرجل الذي جاء لاخذ اطباقنا وقال كم منكم يعيش مع الانسة روبي الغريبة قال الان هناك اربعة منا ولكن كانت هناك فتاة منذ ست عشر عاما تقول الانسة الغريبة انها هربت كانت حاملا ايضا وتغير لون وجه الرجل على الفور وغضب صوته ايضا وقال ان ميلي لم تهرب ان العجوز العجوز قتلتها على رغم من اننا كنا في العاشرة من العمر كنا نعرف ما يعنيه وتحول وجهنا شاحبا يمكنني ان اقول من عينيه الغاضبتين انه يكره الانسة الغريبة والاكثر من ذلك انه قال شيئا مفاجئا للغاية زحف على كلينا خلع قبعته وقال بصوت قوي هل تريدون الخروج من هنا يا رفاق هل تريدونها ان تعاقب على ما تفعله بك لا اعرف لماذا تدفقت الدموع على عيني واجاب روبي في وجه حزين انها ليست لطيفة معنا ابدا ولكن اين يمكننا ان نذهب لم يقل الرجل اي شيء عاد اليه الكمبيوتر واخبرنا ان نعود الى المنزل في تلك الليلة باكملها لم استطع النوم سألني روبي في اليوم التالي هل تعتقد ان رجل مكدونلد يمكنه مساعدتنا نظرت اليه بعيون قلقة وقال روبي هل انت مجنون هذا الرجل هو مجرم نفسه ماذا لو دخلنا في المزيد من المشاكل بسببه اومأ روبي برأسه وتوجهنا الى العمل في ذلك اليوم حوالي الساعة خمس مساء كنا عائدين وكان ضوء الشرفة لمنزلنا مرئيا من الشوارع في الضوء الذي رأيت رجل مكدونلدز يسلم الطعام ليغيب عن الطعام لذي تعاف قليلا في هذا الوقت اخذت الطعام ودفعت للرجل عندما اقتربنا من المنزل ادركنا انه نفس الرجل العظمي الذي ابتسم لنا وغادر ركضنا الى الداخل معروبي وسألته عما كان يفعله هنا واجابت بطريقة غاضبة للغاية لتوصيل الطعام هل انت اعم لم اقل اي شيء اخر ثم جلست على اريكة غرفة المعيشة وبدأت في تناول الطعام برغر لها اثناء مشاهدة التلفزيون عدت الى غرفة كل شيء كان يسير كالمعتاد عندما فجأة بدأ صبي اصغر يدع جو يبكي قائلا ملكة جمال ليسترانج هو سعال روبي الدم وسمعت على الفور ان وركض في الطابق السفلي كان مشهدا شريرا لمشاهدة اثنين من الاطفال في سن العاشرة واثنين من الاطفال في سن السادسة وقفنا هناك مع عيون بيضاء تلهث يبسقون الدم في جميع انحاء الاريكة بينما الاختناق مع الطعام داخل فمها كانت تسعل بشكل رهيب كما لو كان عدم القدرة على تنفس ما حدث بعد ذلك لم يكن بالتأكيد خطتنا ولكن حتى اليوم كلما روبي وانا نا قش تلك الحادثة واخبرني ان ذلك حدث لان السيدة الغريبة نظرت الينا وقالت في مكالمة صوتية خانقة تسع اتصل تسع شرطة واحد شرطة واحد اتصل تسع شرطة واحد شرطة واحد كنت على وشك ركض نحو الهاتف عندما امسك روبي بيدي باحكام قلت بصوت تجريبي ماذا تفعل يجب ان تطلب المساعدة سحب يدي اكثر احكاما وقال خذ جو وكيتي الى غرفهم الان لم استطع ان اصدق انه كان يخرج من فم روبي قلت بصوت مرعب لكن روبي ستموت صرخ في وجه هذه المرة وقال افعل ما قلت بدافع الذعر والصدمة فعلت ما قاله عندما خرجنا من الغرفة سمعنا صوت الاختناق يصبح اكثر كثافة وبصوت اعلى وضعت جو وكيتي في النوم قائلا اننا سنأخذ ملكة جمال الغرباء الى المستشفى ثم هرعت الى غرفة المعيشة ورأيت روبي يقف عند المدخل يتحدث الى شخص ما نظرت اليه لمعرفة من هو ونعم كان الرجل الذي اوصل طعامها من روبي مكدونز جاء اليه وقال اننا سنأخذها الى المستشفى وتبقى هنا مع الاطفال ثم جاء الى الداخل لالتقاط ملكة جمال الغرباء فجأة ذهبت عيني الى بطاقة اسم هذا الرجل واسمه قراءة مارك ديفيس خرجوا مع ملكة جمال ليسترانج لم يكن يستجيب في كالرافي عاد في صباح اليوم التال انتقل مارك ديفيس الى منزلنا واعتنى بنا حتى انتقلنا من تلقاء انفسنا انه لا يزال يعيش هناك وروبي يزوره في كثير من الاحيان انا لا اعرف ما حدث لتفوت ليسترانج وانا لم اطلب منه حياتنا حصلت على اسهل قليلا بعد ان ذهبت بعيدا اليوم هو عيد ميلادي الاثنان الصفر وروبي ارسل ليكعكة عيد ميلاد جميلة وبعض الهدايا عبر الانترنت مع راتبه الاول هو اجمل صديق يمكن للمرء ان يكون كنت ذاهب له تخلص من صندوق الترود فقط عندما ذهبت عيني على الفتورة كان هناك ملاحظة صغيرة مكتوبة عليها هدية عيد ميلاد سعيد سرت هدية صغيرة من صديقك روبرت ديفيس عمري 23 عاما وانتقلت مؤخرا الى سيات البحث عن وظيفة لقد كانت شخصا منصرفا ولكن ما حدث قبله ثلاثة ايام صدماني مدى الحياة قابلت فتاة تدعى جيني على تندر قالت جيني انها تبلغ من العمر 20 عاما وتعمل حاليا في وولمارة لتوفير المال لتعليمها الجامعي كوني شخصا مستقلا بدأت اعجب بها نوعا ما فقد ارسلنا لها رسالة نصية طوال الوقت تقريبا وحصلت ايضا على وظيفة في شركة بيع بالتجزئة كانت الامور تأخذ منعطفا جيدا لذلك في احد الايام طلبت من جيني الخروج اعطتني جيني عنوانا لمقهى ووصلت الى هناك في الوقت المناسب جلست بالقرب منافذة زجاجية كبيرة تواجه الشارع كانت اتصفح هاتفي في انتظار جيني فقط عندما امسك شعور غريب بقلبي شعرت ان شخصا ما كان يراقبني سرا نظرت على الفور الى الشارع الذي كان مليئا بالناس الذين يمشون فيه لذلك كان من الصعب اكتشاف اي شخص على وجه الخصوص اعتقدت انه كان كل شيء في رأسي لذلك تجاهلت ذلك ولكن في غضون بضع ثوان شعرت وكأنني كانت اغتسل مرة اخرى الثاني وخمسة وثلاثون دقيقة واثنى عشر ثانيه هذه المرة نظرت فجأة ورأيت شخصا ما ذهب بسرعة خلف ضوء الشارع على الجانب الاخر من الطريقي وظلت عيناي تبحثان في الشوارع عندما فتح باب المقهى ودخلت جيني جاءت الى طاولتي وقالت هل تبحث عني وبدأت في الضحك ابتسمت بشكل محرج ولم اخبرها عن هذا الحادث الغريب الذي بدأنا نتحدث عنه وقضيت وقتا ممتعا معها اقتربنا منه وغالبا ما تحطمت جيني مكاني بعد العمل في بعض الاحيان لاحظت ان جيني تضيع في افكارها في احدى الليالي ذهبنا لمشاهدة فيلم ولكن في منتصف الفيلم استيقظت فجأة وقالت انني اريد العودة الى المنزل اعتقدت انها كانت تشعر بالمرض او شيء من هذا القبيل لذلك ركبت السيارة واخذتها الى مكاني سألتها بعد الوصول الى المنزل ما حدث جين هل تشعرين بالمرض نظرت الي بوجه غاضب واجبت نعم سئمت منك وان تتفقدين الممثلة وكأنني لم اكن هناك حتى ضحكت قليلا ورأيت استحواذها على فيلم في البداية بدى لطيفا لي انها تقدرني كثيرا اعددت لها العشاء في تلك الليلة ورتبت الامور ولكن مع مرور الوقت ادركت ان هناك شيئا خاطئا جدا مع هذه الفتاة ذات ليلة خرجت مع اثنين من زملائي في المكتب لبضعة مشروبات ارادت جيني ان تأتي في تلك الليلة ولكن قلت لها لدي خطط اخرى لذلك سوف اراها غدا عدت الى المنزل في حوالي الساعة 11 مساء كانت اشعر في حالة سكر شديد لذلك ذهبت الى غرفتي والقيت نفسي على السرير لا اتذكر كمن الوقت نمت ولكن فجأة شعرت ان هناك شيئا مختلفا يحدث في بيتي لا استطيع ان اشرح هذا الشعور لكنه اخافني فجأة فتحت عيني ببطء وعندما نظرت الى باب غرفة النوم يتخبط قلبي في حلقي بالكاد اغلقت باب غرفة نومي لذا كان الباب نصف مفتوح بالفعل ولكن الباب لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت عيني رأيت جيني نعم كانت تقف هناك وتراقبني بعينيها العريضتين المخيفتين نوعا ما بالغاز واستيقظت في رعشة يا اله جين لقد اخفتني بدأت تضحك كما لو ان ما فعلته كان شيئا مضحكا جدا ثم جاءت ببطء الى سريري وعانقتني وسقطت غفوت مرة اخرى وقررت التحدث معها حول هذا الامر في الصباح عندما استيقظت في صباحا ادركت ان جين قد ذهبت على الفور واتصلت بها وقالت لها ماذا كانت تفعل الليلة الماضية في منزلي كنت ساخبرها كيف لا احب ان يتسلل الناس الى منزلي من وراء ظهري لكنها اجابت بختم فمي قالت جيني ماذا تعني بواب بقيت مع ام الليلة الماضية اخبرتني ان لديك خططا اخرى لذلك وضعت خططي الخاصة ايضا من المؤكد انه كان انا الان هذا السؤال افزعني لقد تخبطت لكنك كنت هناك تراقبني جيني وهي نائمة ضحكت بنفس طريقتي وقالت يا عزيزي بوبي لابد انك حلمت باخبرتك انك ستفتقدني عندما لا اكون موجودة قابلني في المساء وفصلت الهاتف لم استطع تركيز على عملي طوال اليوم كل ما كانت افكر فيه هو كم كان الامر حقيقيا شعرت بلمستها تقريبا بينما كانت تنام بجانبي طوال الليل ثم اعتقدت انني ربما كنت ثملة جدا وتخيلت كل ذلك بعد بضعة ايام اخذت جيني الى نفس المقهى حيث التقينا لاول مرة بينما كنا نتحدث مع زميل مني تدعب ميلا دخلت المتجر الذي اتت اليه وعرفتها على جيني ابتسمت جيني لها وبعد قضاء بعض الوقت في المقهى عدنا الى المنزل كان يوم الاحد لذلك اخبرت جيني ان تبقى كنت اعيد البطاطس المقلية في المطبخ عندما استدرت رأيت جيني تقف خلفية بوجه عدي من التعبير من الواضح انني فاجأت قليلا وقلت يا الهي جينة متى ستتوقف عن فعل هذا اجابت تفعل ما قلته كم من الوقت كنت واقفة هناك انه نوع من المخيف ان تعرف انني لا اعرف ما قلته لكنها تحولت فجأة الى كل شيء غاضب واجاب ما هي الصفقة مع بميلا لم اكن نتوقع هذا السؤال على الاطلاق لان بميلا تحدثت الينا بالكاد قلت بعيون متفاجئة يا الهي جين ان تفكر في الامر اكثر من اللازم الان لقد عملنا معا فقط وكانت مصادفة اننا صادفنا اليوم هرعت جيني الي وبدأت في الصراخ في وجهي اوها هل تعتقد حقا انني لا اراك اشاهدك جالسا في المقهى مشغولا على هاتفك ربما ارسلت لها رسالة نصية لتأتي الى هناك لقد صدمت تماما بسماعي هذا اجبت بنبرة مزعجة وهذا يعني انك تراقبني سرا في تلك الليلة لم يكن حلما على الاطلاق جيني انت رجل غريب الاطوار بعد ذلك كان ما حدث يفوق توقعاتي صرخت جيني في صوتها الصارخ ورفعت المقلات الساخنة من الموقد قبل ان اتمكن من فعل اي شيء ضرب معدن دافئ رأسي بشدة لدرجة انني فقدت الوعي على الارض وانا اصرخ من الالم عندما استيقظت استغرق الامر مني بعض الوقت لادرك اين شعرت بان رأسي ثقيل وجدت نفسي مقيدا داخل خزانة غرفة نوم ربطت جيني ساقي ويدي والقت بداخل خزانتي الخاصة كما انها السقط فمي حتى لاستطيع الصراخ كانت اجد مخرجا فقط عندما جاء صوت الى اذني حيث هو بواب هو بخير كانت متأكدا من انه كان صوت بميلا انا فكرت في نفسي ماذا تفعل في بيتي ولكن بعد ذلك سمعت صوت جيني ايضا كانت تتحدث الى بميلا مثل لم يحدث شيء كل هذا الوقت ثم رأيت كل منهما دخول غرفتي قال جيني بواب يتحدث كثيرا عنك اعتقد يا رفاق حقا كان قريبا هو تبميلا يجلس على سريري بينما جيني كان يقف امام باب خزانة بميلا اجاب بصوت محرج ام نعم هو صديق جيد حتى اين هو يا رفاق قال كانت بحاجة لمساعدتي ما يحدث في عيني يتسع في حالة من الرعب لانني رأيت الخطر القادم الذي كان تحمله جيني سكين مطبخ في يدها كانت سكينها مخبأة خلفها لذلك لم يكن هناك طريقة يمكن ان ترى بميلا هذا قادما لقد شعرت بالرعب من التفكير طوال هذا الوقت كنت اوعد مضطربا نفسيا الان تريد ان تقتل بميلا ايضا لمجرد انني تحدثت اليها هذا الصباح حاولت على الفور تحرير نفسي بكل قوتي من الواضح ان الامر انتهى باصدار دوي داخل الخزانة نهضت بميلا وقالت ما هذا الصوت الذي قالته جيني بصوت تقشعر له الابدان في العمود الفقري اعتقد انه قادم من الخزانة لماذا لا تتحقق من ذلك لم تدرك بميلا بميلا ما سيحدث بعد ذلك بينما كانت تسير نحو الخزانة عندما فتحت باب الخزانة ورأتني انزف من رأسه وتقييده مثل اسيرة كانت تلهث في رعب وعادت جيني وهي تمسك سكين فوقها وبدأت تضحك مثل مهووس والكن بحلول هذا الوقت حررت يدي بالفعل وعندما ذهبت جيني لضرب بميلا بسكين دخلت بينهما وطعنت ذراعي بدلا من ذلك صرخت والكن قبل ان تتمكن من فعل اي شيء اكثر عنفا ضربتها اعلم انه لم يكن يجب ان اضرب فتاة ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها منعها من القتل انا وبميلا في تلك اللحظة جاء رجال الشرطة وكذلك فعل المصعفون الذين نقالوني الى المستشفى لقد نزفت كثيرا وحصلت على ست غرز على ذراعي وثلاث غرز على جبهتي اخبرت بميلا رجال الشرطة كل شيء عن كيفية خداع جيني لها للمجيء الى منزلي اعتقلت شرطة جيني امس تلقيت مكالمة منهم قالوا ان جيني قد وضعت في مؤسسة عقلية ربما لاكمتها بشدة بساب فقدانها للذاكرة على المدى القصير طلبت منهم ان يخبروا عائلتها ام لا لكن الشرطة اخبرتني ان والديها مات منذ فترة طويلة شعرت بالاسف عليها وكانت افكر في زيارتها لذلك سألته كيف حالها الان قالوا لي انها تتحدث الى نفسها وتضحك من تلقاء نفسها ولكن في بعض الاحيان تتصل بالطبيب باسمي وتقول لا تقلق بوبي ساراك مرة اخرى احبه مشاهدتك وان